بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير تحقيقة أحداث كثيرة جدا من يوم الأربع اللي فات آخر حلقة لنا في نهاية هذا الأسبوع ولكن حلقة النهاردة إن شاء الله تكون حلقة مميزة هلتكلم فيها عن حصاد النادي الأهلي أو حصاد بطولات النادي الأهلي في النشاط الرياضي وفي كل الألعاب كرة القدم كرة السلة كرة الطيرة كل الألعاب النهاردة عندنا حصاد كامل لكل البطولات اللي فات بها النادي الأهلي النهاردة هكون معانا ضيوف على مائدة البيت الكبير إن شاء الله النهاردة أحمد سابت وكريم سعيد ومحمد ناجي وأحمد رشاد خاصصين في الألعاب الأخرى اللي هنتكلم معهم أكتر في كل هذه الأمور أيضا من خلال مشاركة حضراتكم عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة النادي الأهلي سؤالنا أصعب بطولة حققها النادي الأهلي هذا الموسم سواء على فيسبوك أو على تويتر أو على انستجرام كل المواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا عليها حضراتكم هذا السؤال ما هي أصعب بطولة حققها النادي الأهلي هذا الموسم هتقول لأسلامه فيه ناس ما بتتفرجش على الطائرة فيه ناس ما بتتفرجش على السلة هقول لك إنه جمهور الأهلي بيتفرج على كل الألعاب جمهور الأهلي عارف كويس قوي إيه هي الألعاب أو البطولات الصعبة عارف كويس قوي إمتى قدر النادي الأهلي يعدي من مطبات صعبة في كل الألعاب بالمناسبة حتى تينس الطاولة حتى السكواش حتى السباحة كل الألعاب عندنا ناس أو عندنا جمهور في ظهرنا على طول في كل حاجة وده أهم ما كان يميز النادي الأهلي أو أهم ما يميز النادي الأهلي وخلينا أبدأ مع حضراتكم لمن لا يعرف النادي الأهلي الأهلي هو أغلى ما يملك أو أغلى ما يملك النادي الأهلي هو أبنائه النادي الأهلي كيان بيبني كوادر بعناية شديدة كيان له تقاليد له أسس له مبادئ له قيم بيحترمها الجميع داخل أسوار النادي الأهلي وبالمناسبة مش أنا بس اللي أعرف هذا الكلام كل جمهور النادي الأهلي يعرف هذا الكلام كل من ينتمي لهذا النادي فهو يعرف هذا الكلام عشان كده جمهوره دايماً داعم ومساند وجمهوره دايماً دوره معروف في منظومة النادي الأهلي معلش مرة تانية انا هرجع لوقت كنت بتكلم فيه مع حضراتكم ولولا وكل شوية بقول هذه الكلمة ولولا وقفت جمهور النادي الاهلي في هذا التوقيت ما بعد مباراة سانداونز وهزيمة النادي الاهلي خمسة اثنين في سانداونز لولا وقفت جمهور النادي الاهلي في هذا التوقيت ما كناش نبقى قاعدين حطين رجل على رجل وشايفين ان النادي الاهلي بيكسب كل البطولات سواء كرة حتى في الكرة خلي بال حضرتك لما تكسب في الكرة بتديك معنويات لكل الالعاب النادي كله بيبقى عنده معنويات عشان كده كان هناك كلام كثير واكتهادات كثيرة انا الحقيقة بشوف ان مبالغات كبيرة جدا 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 بعد قرارات بتغيير او بعض التغييرات في قطاع الكرة في النادي الاهلي يقول لك اصله سيد عبد الحفيز ده غلط مش عارف مع اكرم ولا اي حاجة كده اسمعت كلام كتير في هذا الامر ومش عارف غلط مع بين وعمل ايه ونسي البعض تناسى او نسي ان التغيير هو سنة الحياة وخلي بال حضرتك وده عن معرفة والكلام اللي انا بقوله ده عن معرفة وعن تجارب كثيرة جدا النادي الاهلي لا يأخذ قراراته دون دراسة هو حضرتكو او في حد يقدر ينسى ان النادي الاهلي يقدر جميع ابنائه خصوصا ابنائه اللي زي سيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز لمن لا يعلم كابتن سيد عبد الحفيز هو يعني انا بتشرف بان انا بنتمي الجيل سيد كابتن سيد سيد عبد الحفيز واحد من اقرب الناس الى قلبي سيد عبد الحفيز مش قريب مننا بس قريب من كل جمهور النادي الاهلي كلنا بنحبه كلنا بنعشق سيد عبد الحفيز كلنا بنعشق إدارة الكرة أو إدارة سيد عبد الحفيز لفريق الكرة ولكن من يدخل من الباب أو من يدخل قلوب الجمهور الأهلي لا يخرج إلا من الباب الكبير موسم تاريخي للنادي الأهلي ونجاحات كبيرة جدا لقطاع الكرة وجميع الألعاب ولكن خلي بالك النجاح بيجي في النقط دي في التفاصيل دي هناك دراسة لكل تفاصيل الموسم لكل تفاصيل الموسم إيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا بدون النظر إلى أسماء دون النظر إلى أسماء هل ممكن في التقييمات اللي جاية أي حاجة تحصل كل شيء جايز دايما المؤسسة التي تنجح تنجح عندما يكون عندها رئيس يستطيع أن يقيم يستطيع أن يضع الأمور في نصابها علشان يقدر يقيمها وبناء عليه اتخذت الإدارة قرارتها لصالح المنظومة لصالح منظومة كرة القدم هو حد عنده شكل غير في كده النادي الأهلي أعلن توجيه الشكر لكابتن سيد عبد الحفيز وعرض انضمامه للجنة التخطيط وعضوية مجلس إدارة الشركة الأهلي لكرة القدم وبالتالي يرى النادي الأهلي أن هناك خطوة أخرى تنتظر كابتن سيد كابتن سيد قضى فترات طويلة جدا في منصب كرة القدم والحقيقة إذا كنا بنتكلم عن ثلاثة أربعة خمسة أسماء أساطير وكبار في عالم الإدارة أو في عالم مدير الكرة فهتجد أن سيد من الخمسة دول أو كابتن سيد عبد الحفيز من الخمسة دول مهما تقال ومهما عمل ومهما حصل هو ليه احنا بنربط التغيير بالفشل؟ ليه بنربط التغيير بالفشل؟ فمنصب مدير الكرة واحد من المناصب الصعبة جدا محدش عارف إيه اللي كان بيحصل خلال الفترة اللي فاتت وبالتالي قرار التغيير هو قرار لإدارة الكرة واللي استعانى بكابت خالد بيبو اللي هتكلم عنه واللي ارتقى فيه مجلس الإدارة أو ارتقى فيه إدارة الكرة جاهزية كابتن خالد لتولي هذا المنصب وبدء مهام عمله وعلى الجانب الآخر كان كابتن وليد سليمان بيتم إعداده كنائب لرئيس القطاع عشان أي ظرف فيه مثل هذه الظروف خلي بالحضرتك مفيش حاجة بتتعمل وخلاص مفيش حاجة تتعمل إن قد يكون هناك قرارات كان من الواجب اتخذها مثلا من شهرين ثلاثة ولكن لظروف معينة أرجقت هذه القرارات أنا هنا مش بتكلم على سيد أنا بتكلم بشكل عام كابتن وليد دلوقتي أصبح جاهز لتولي منصب رئيس القطاع قطاع الناشئين وخلي بالحضرتك كله تحت التقييم كله تحت التقييم أنا كرجل مسؤول بتوسم إن كابتن خالد بيبو هيستطيع بما له من خبرات سواء مع أكاديمية الكورة سواء مع قطاع الناشئين بما له من خبرات إدارية إنه يكون في هذا المنصب واستطيع أن يفرد سياسة النادي على الجميع الموجودين أدي الفكر لكن هل ده معناه تقليل من كابتن سادة عبد الحفيز مين يقدر يقول كده هل حد فينا ما بيحبش كابتن سادة عبد الحفيز هل حد في النادي الأهلي ما بيحبش كابتن سادة عبد الحفيز القرار تم إعلانه بصيغة ليس فيها أي لابس أما بقى حيثيات خلي بقى لحضرتك إحنا عملينا نسمع أخطاء وحاجات غريبة جدا بتتسمع أشمعنا الحاجات دي ظهرت دلوقتي أنا متأكد أو أنا تأكدت بنسبة 100% أن هناك كلام بيتقال لمجرد أن أنا أعمل فيديو أطلع على البث المباشر على الفيس بوك مثلا أو على أي وسيلة وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي عشان أعمل فيوز فأطلع أقول إيه والله كابتن سيد عبد الحفيز ده عمل أكرم توفيق مش عارف إيه وأصل سيد عبد الحفيز عمل إيه فأنا رأي أن حيثيات القرار تخص مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكورة ومحدش ملزم بإعلانها للرأي العام وجهة نظري وكلام اللي أنا بقوله ده جمهور الأهلي فهمه كويس جمهور الأهلي فهمه كويس عشان كده بتلاقي جمهور النادي الأهلي إذا كان زعلان لا هو زعلان فعلا على كابتن سيد آه ولكنه سيكون أول الداعمين لكل هذه القرارات في مختلف الملفات حصلت قبل كده حصلت كتير قبل كده ويظل جمهور النادي الأهلي هو الداعم الأول في كل شيء لأن ده ما بيحصل شغل في النادي الأهلي واللي بيحصل ليس وليد لحظة ما فيش قرارات لحظية بتتاقت في النادي الأهلي الأهلي مش بيفرط في كوادره الأهلي بيبني أجيال كوادر بتسلم كوادر وفي النهاية مش مصلحتي هي الأهم مش مصلحة كابتن محمود الخطيب مش مصلحة كابتن حسام غالي مش مصلحة كابتن زكريا ناصف مش مصلحة كابتن محسن صالح مش مصلحة كابتن سيد عبد الحفيز مش مصلحة كابتن خالد بيبو مش مصلحة فلان لا مصلحة النادي الأهلي هي الأهم ولا أعتقد أن هناك أحرص على مصلحة النادي الأهلي من مجلس إدارته وانا كنت بكلم الكلام ده من الاربع اللي فات كنت بقول هذا الكلام عندنا جمعية عمومية اختارت مجلس ادارة اختار مديرين او تنفيذيين يقدروا يعملوا كل اللي هم عايزينه او كل اللي الجمعية العمومية عايزاه وعشان كده النهاردة زي ما قلت لحضراتكم حنوري حضراتكم انا بحضر للحلقة دي بقالي اسبوع حنوري لحضراتكم كمية الجهد المبزولة علشان هذه البطولات تكون داخل النادي الاهلي عشان كده في حلقتنا النهاردة حنتكلم عن انجازات النادي الاهلي او اتخلوا حد يفكر يعكر فرحتكم بالموسم التاريخي للنادي الاهلي لان بعد من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول ياخد السوشال ميديا في سكك مختلفة كابتنسان عبدالحفيز ادى ما عليه ولفترة طويلة وبالمناسبة مكالمة طويلة جدا بيني وبين كابتنسايد ولكن لن استطيع ان اتكلم في هذه الامور على الشاشة لن استطيع ان اتكلم في اي حاجة لانها حاجات شخصية بين واحد وصحبه كابتنسايد من افضل الشخصيات اللي تتعامل معها في حياتك بعيدا بقى عن كرة القدم وبعيدا عن اي حاجة اذا كان احنا بنتشاور في حاجات كتيرة في حاجات عائلية في حاجات خاصة بي وحاجات خاصة بي وحنفضل صحاب وحنفضل اصدقاء وحيفضل كابتنسايد عبدالحفيز جزء من تاريخ النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت وهو كابتنسايد عبدالحفيز لو جيه يوم وتقال له وارجع هيقول لا اه هتلاوه اول واحد بيجري حبا واحتراما لنقسم النادي الاهلي فكابتنسايد بيعشى النادي الاهلي وخدم الكهال الاخر ثانية في مشواره انجح واحد من انجح مديرين الكرة في تاريخ القلعة الحمراء المنصب اللي تواجد فيه رموس كبيرة زي ما قلت لحضراتكم واسماء رائعة اقول زي ما تقول انا مش عايز اقول اسماء لانه كلها اسماء الحقيقة يعني كابتن حسن ربنا ادي له الصحة كابتن حسن حمدي كابتن سيد البطل الله يرحمه كابتن طارق سليم الله يرحمه اسماء مهمة وكبيرة جدا جدا كابتن سيد عبدالحفيز استطاع ان يحفر اسمه وسط هذه الاسماء الرائعة وقدر ان هو يترك بصمة كبيرة جدا جدا داخل النادي الاهلي كابتن سيد 14 بطولة مع النادي الاهلي خلال تواجده كلاعب و 26 بطولة مختلفة على كافة المستويات المحلية والافريقية والقرية كمدير للكورة كابتن سيد انهى مشوار مع النادي الاهلي وامامه خطوات مختلفة عرضها علي النادي وانا اتمنى له التوفيق سواء اختار ان يكون موجود خد بالك من الكلام سواء اختار ان يكون موجود او لا او فضل ان هو ياخد فترة راح كل الاحترام والتقدير لكابتن سيد عبد الحفيز ومسيرته كل الحب والاحترام لهذا الانسان الجميل لهذا الشخص المحترم عموما ايضا كل التوفيق لكابتن خالد بيبو اللي هو واحد من اخلص ابناء النادي الاهلي المتواجد في النادي تقريبا من يوم اعتزل تدرج في كل مناصب تدرج في مناصب كثيرة جدا احد او خد خبرات ادارية كبيرة الحقيقة اخيرها دبلومت الادارة الرياضية من الفيفا منذ شهور قليلة ودي على فكرة بيستمر فيها الدراسة لمدة سنة واخدها كمان اعتقد كابتن وليد سليمان لو حضراتكم فاكرين وعايز اتكلم عن بيبو وليد سليمان محدش بيختلف عليهم الحقيقة خصوصا الاثنين من ولاد النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي ويعني عاشوا فترات طويلة جوه النادي الاهلي كابتن خالد نجم من نجوم النادي الاهلي حقق بطولات وقدم مواسم وملاحم تاريخية مع المارض الاحمر كلاعب على الصعيد الاداري تدرك في مختلف المناصب داخل القلعة الحمراء من بعد الاعتذال اشتغل فترة قصيرة في قناة النادي الاهلي ثم لجنة اكتشاف المواهب ثم مديرا لكرة في نادي جاسكو يعني ولاد النادي غالبا ما بيعرفوش عدو بره فبيبوا رجع النادي الاهلي واشتغل لحد ما وصل انه بقى رئيس قطاع الناشئين واعتقد انه قدم تجربة ناجحة تجربة ناجحة بكل المقاييس السنة اللي فاتت واللي قبلها لو حضرتكم للمتابعين لقطاع الناشئين في النادي الاهلي هيعرفوا قد انه هناك فكري جديد من خلال ادارة كرة القدم ولجنة التخطيط ومع كابتر خالد بيبو ومتواجد الحقيقة كابتر خالد في النادي الاهلي منذ فترة وعارف كل صغيرة وكبيرة كابتر خالد بيبو له مكانة خاصة عند جماهير النادي الاهلي مهمة صعبة مهمة تقيلة ولكن ولادي النادي الاهلي على قدر المسؤولية عشان انا شايف كلام كتير جدا جدا اي حد حيتبقى مقارنته بكابتر سيد عبد الحفيز هتبقى هناك مقارنة ظالمة كابتر سيد عبد الحفيز لا يجب مقارنته بحد كابتر سيد عبد الحفيز في حتة لوحده كابتر خالد بيبو لسه هيبدأ مشواره في ادارة كرة القدم او مدير الكرة وبالتالي كل جمهور النادي الاهلي لازم نقف معاه ولازم نعرف ان كلنا في ظهرك انا واحد من الناس في ظهر كابتر خالد بيبو زي ما كنت في ظهر كابتر سيد عبد الحفيز زي ما حبقى في ظهر كابتر وليد سليمان في ادارة قطاع الناشئين وهو ده اللي انا بتعلمه من جمهور النادي الاهلي بالمناسبة ممكن جدا نكون معترض على حاجات ولكن في النهاية لا انا في ظهر اسم النادي وتاريخ النادي ولو اي حاجة حصلت بعد كده الناس تتحاسب هو ده اللي احنا دايما نوغدين عليه بالمناسبة ووليد سليمان كمان واحد من الناس اللي متفصلة على النادي الاهلي حلم حياته لو تفتكروا من هو صغير لغاية لما كبر ان هو ينضم للنادي الاهلي ومن يوم ما دخل الحقيقة ما تسمعش عنه ان هو عمل مشكلة واحدة فكابتن وليد سليمان لايق على النادي الاهلي ونادي الاهلي لايق عليه وكل جمهور النادي الاهلي بيحبه وكل الناس بتحب كابتن وليد سليمان ممكن يكون خط خطوات سريعة حتى من قبل اعتزاله ولكن وصوله لهذه المنطقة كرئيسا للقطاع الناشئين هنبضل في ظهرك وحنقف معاك كلنا كلنا هنبضل في ظهر الفترة اللي جاية لا تحتاج إلا لتكاتف وبعدين عايزين نتبسط احنا عندنا اسبوعين أجازة ولا ثلاث أسابيع عايزين نتبسط عايزين نفرح النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن إنجازات النادي الاهلي وإيه للتعامل عشان النادي الاهلي يستطيع أن يفوز بكل هذه البطولات مش عارف عاد دون اعتقد خمسة وثلاثين بطولة في الألعاب الأخرى مع خمسة كرة قدم يعني دخلين في اربعين اتنين واربعين بطولة عايزين نفرح عايزين نتبسط عايزين نشوف المجهود اللي اتعمل اللي كان كابتن سال عبد الحفيظ له دور كبير في هذا الأمر اللي كان كابتن وليد سليمان له دور في هذا الأمر اللي كان كابتن خالد بيبو له دور في هذا الأمر كل المدربين هو ده النادي الاهلي هم دول ولاد النادي الاهلي أنا عارف إن جمهور النادي الاهلي دايما أو سيظل دائما هو الداعم الأول لإسم النادي الاهلي مش لحد وعلى ذكر الكلام اللي بنقوله في التعديلات شملت الجهاز الفني بعض من لا يشجع النادي الأهلي والناس اللي عايزة تفسد فرحة جماهير النادي الأهلي بهذا الموسم التاريخي اخدوا بالكم من الإشعاعات هناك إشعاعات تقال لا أساس لها من الصحة في أن هناك تغييرات جديدة هتشمل الجهاز الفني وغربلة كاملة في الجهاز الفني ولكن هذا لن يحدث وبين السطور في ناس خبيثة كده عايزة تبين وتلمح أن هناك أزمات وأن الأمور على صفيح انساخ أنا بقول لحضراتكم أن هذا الكلام هو كلام هزلي وهذا الكلام غير حقيقي كابتن سيد عبد الحفيز معروض عليه حالياً أن يكون في إدارة الكرة أو إدارة أو شركة الكرة ولجمة التخطيط إيه اللي حيحصل؟ كابتن سيد ممكن يرفض أو ممكن يحتاج أن هو راحة خلال الفترة جابيني وبينكم بعيداً بقى أنا بتكلم عن نواحي الشخصية واحد بقى له سبع تمن سنين حياته كلها في النادي من هنا من سفرية هنا وخلي بالك هو الأسبوعين تلاتة دول وبيعرفش ياخد أجازة هو الأسبوعين تلاتة دول بيحضر لمعسكر اللي جاي لو كان هيبقى موجود كان هيبقى بيحضر لمعسكر اللي جاي فبعيداً عن ناحة الشخصية ومحتاج يقعد محتاج يقعد مع أهله محتاج يقعد مع ناسه ده ليس له علاقة بالموضوع ولكن أنا بتكلم على حد بيحب نفسه يشوف عياله ونفسه يقعد معاهم يستمتع بيهم شوية ويستمتعوا بيه سبع سنين ما فيش محدش بيعرفش شغل فقط ففرصة لو حناخدها من النحية الشخصية دي ملهاش أي علاقة ده أنا بتكلم على حياة واحد صاحبي واحد صاحبي بحبه وبيحبني وبنتكلم وبنعمل فأنا عارف اللي أنا بقوله لحضرتك ده إيه وأنا واحد مناس عيشت هذه الأمور فبرضو حاجة أخيرة عايزة أقولها لحضرتكم لا الحقيقة لا توجد أي تعديلات جديدة في الجهاز الفني كابتن سامي أمصان مستمر في منصبه مستر ميرشيل يانكون مستمر حتى هذه اللحظة بفيش أي تغييرات على فكرة من الدل أهلي عندما يريد أن يحدث يحدث أي تغييرات بيطلعوا يقول يا جماعة أنا مشيت إسلام وجبت محمد زي ما حصل فياريت يا جماعة ناخد بالنا الناس اللي بتحاول تحط لنا السم في العسل من خلال السوشال ميديا محاولاتكم فشلة ومعروفة إيه هي الأهداف بالهدف الرئيسي هو إحداث بلبلة داخل صفوف النادي الأهل وإثارة رأي عام على السوشال ميديا إن شاء الله الموسم اللي جاي حيبقى فيه تحديات كبيرة جدا جدا أمام الجهاز الفني أهمها الحفاظ على خمس بطولات اللي ميستر كولر ورجال النادي الأهلي نجحوا في التتويج بيوم خلال الموسم الحالي لأنه يبدو أنا تتويج النادي الأهلي بخمس بطولات في أول موسم لميستر كولر يعني البعض خاف البعض عنده متضايق زعلان منزعج الخوف من الهيمنة وسيطارة النادي الأهلي على البطولات زي ما كان الحال في معظم سنوات هذه الألفي وأنا بقولهم وصريحة الأهلي عازم إن شاء الله على السيطرة والهيمنة على كل البطولات اللي أنا بقوله لحضراتكم إنه سيد عبد الحفيز حيفضل في قلوبنا كأهلوية مهما حصل وسيد عبد الحفيز حتى لو ابتعد باسمه وبجسده ولكن قلبه وعقله وتاريخه مرتبط بالنادي الأهلي الناس يمتبقوا وعشقوا للنادي الأهلي بعيدا عن أي حاجة تانية فمحدش يفكر بهذه الموضوع وكل واحد من حقه إنه هو ينتقد أي رأي النادي الأهلي دايما بيسمع وخلي بالحضراتكم النادي الأهلي بيستمع لكل الأراء وبيشوف كل الأراء ولكن عنده تجاه في دماغه حيحصل لأن الدراسة ما فيش حاجة بتيجي كده والله العظيم ما فيه حاجة بتيجي كده صدقوني موضوع بييجي بعد دراسة متأنية ومش ليوم ولا اتنين ولا أسبوع ولا اتنين الناس صدقوني صدقوني تلات تربع الناس اللي بتتكلم معظمهم ما يعرفش حاجة والله العظيم تلاتة معظمهم ما يعرفش حاجة بيبتكلم عن ده قرار وليد اللحظة الأهلي ما بيعملش كده الأهلي قراراته دائما مدروسة الأهلي خطط ومواضيع وخطط مستقبلية على الأمد الطويل مش دلوقتي يلا يلا بينا مش عارف مين ماشي فلان هد فلان ما فيش الكلام ده جماعة صدقوني هذا الكلام غير حقيقي ولكن هل ده نحن ننتظر النجاح لكل الناس هنبقى بظهر كابتن خالد وحنبقى بظهر كابتن وليد ولكن على كابتن خالد وكابتن وليد إنهم يبذلوا أقصى مجهود وده اللي أنا متأكد منه وعرفه هيبذلوا أقصى مجهود علشان إن شاء الله ربنا يكرمهم ويستطيع كابتن خالد إنه هو يسير بالفريق النتائج محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل ولكن يسير بالفريق الكرة إلى الطريق الصحيح زي ما كان كابتن سيد ماشي بفرقة الكرة في الطريق الصحيح آخر حاجة بس هقولها ومرة تانية كابتن سيد عبد الحفيز هيفضل واحد من أو جزء كبير من تاريخ النادي الأهلي عمرنا ما حنقول غير هذا الكلام وعمرنا ما حنغير هذا الكلام ولكن كابتن خالد بيبو هو مدير الكرة الآن كلنا في ظهره كلنا حنقف معاه والفترة القادمة تحتاج إلى آآ الالتفاف وتحتاج إلى شيء آخر نحن نتبسط ونفرح ونشوف إحنا خدنا بطولات إزاي آآ يبقى عندنا ضيوف خاصة بهذه الأمور أحمد سابت وكريم سعيد هيتكلموا عن كرة القدم وكيف استطاع النادي الأهلي أن يفوز بخمس بطولات محمد ناجي وأحمد رشاد هيتكلموا عن الألعاب الأخرى وحصاد الموسم الرياضي ونتكلم بقى عن الإنجازات والبطولات ونفرح ونتبسط جبنا معانا كابتن خالد العوضي وعملنا هنا حلقة الحقيقة كانت جميلة جميلة ورائعة بحضراتكم وبيكم النهاردة أيضا لكل جمهور النادي الأهلي افرحوا اتبسطوا خليكوا سعداء خليكوا سعداء خلينا نطلع فصل وعايز حضراتكم تبعتوننا على كل مواقع التواصل الاجتماعي ايه أصعب بطولة حضرتك أهلاوي شايفها سواء في كرة القدم أو في الألعاب الأخرى هنطلع فصل وبعد هذا الفصل هنستقبل ضيوفنا زي ما قلت لحضراتكم لعرض إنجازات وبطولات النادي الأهلي في هذا الموسم على قد ما نقدر طبعا لإنها بطولات كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا بعد الفصل كريم سعيد وأحمد سابت أحمد رشاد ومحمد ناجي في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى إزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة فقرة احتفالية هنحتفل أكتر بعدد البطولات اللي خدها النادي الأهلي أنا الحقيقة ما بسألهم عدد البطولات هنتكلم في كل البطولات كل بطولات ألعاب الصلاة الألعاب الفردية كل حاجة الحقيقة عندنا عدد كبير جدا جدا من البطولات في هذا الموسم التاريخي يستحق كل واحد عمل شغله في النادي الأهلي يستحق كل التحية وكل التقدير خلوني الأول أرحب بضيوفي في هذه الفقرة كالعادة كريم سعيد زكا كيم كبارك أيضا أحمد سابت زكا بحمد كل كويس كل تمام متأكد شاوي شو معنا ملك أحمد عشان البدل عشان الخاتم كربان بس البدل والوحيد اللامس فينا كربان تطعي لعوض ما كان أنت اللي مفروض طبعا بقت زكا ناجي الحمد لله كبارك يا حبيبي ناجي طبعا أخبارك أيه الحمد لله يا كبارك كل كويس سعيد إن أنا موجود مع حضرت حبيبي حنتكلم مع محمد ناجي وأحمد رشاد حبيبي يا كبتن ربنا يخليك أنا حالة مروع النهار سعيد إن أنا موجود معك كبتن ومع زميلي وعلى قناة النادي الأهل بنا يخليك يا بحمد هنتكلم أكتر مع أحمد رشاد ومحمد ناجي عن ألعاب الصلاة والألعاب الأخرى وعندنا مفاجآت كثيرة جدا وعدد كبير من إن شاء الله الصفقات التي يحتاجها النادي الأهلي مش هنقول أسماء طبعا ولكن هنقول لحضراتكم إيهي الصفقات اللي حتيجي كريم خليني أبدأ معاك نعم خمس بطولات وكالعاد احنا اتكلمنا بشكل مفصل خلال الأيام السابقة على البطولات اللي خدها النادي الأهلي ولكن موسم تاريخي ويستحق كل منظومة كرة القدم في النادي الأهلي تستحق التحقيق أكيد يا كبتن السلام احنا على مدار الأسابيع الماضية وبعد حسم النادي الأهلي رسميا الخمسية السنة دي أكيد كل المنظومة بداية من مجلس الإدارة ووصولا للجهاز الفني وكل اللاعبين أكيد كلهم يستحقوا الإشادة للطفرة اللي حصلت وأنا حابب دلوقتي كمان نجاوب على سؤال الناس كتير جدا نتسأله هو إيه اللي فرق النادي الأهلي السنة دي محليا عن السنتين اللي فاتوا وحابب أن السؤال ده يعني على قلت سنة ناس كتيرة وناس كتيرة ممكن بتجاوب إجابات عامة مش إجابات متخصصة أو إجابات فيها أرقام أنا حابب نجاوب بالأرقام أيوة واحدة من أهم الأسباب اللي تخلينا نقف على قوة المنافسة في الدول المحل أو إزاي تحسم الدول المحلي هو قوة الدفاع الدفاع هو اللي بيحسم بطولة الدول الممتاز ويخليك دايما تنية بشكل مباكر وعشان كده نعايز نعمل مقارنة بسيطة سريعة ما بين آخر أربع مواسم للنادي الأهلي في الدول موسم مع ريني فييلر وموسمين مع بيتسو موسماني وموسم مع مارسيل كولر فضل موسم 2019-2020 النادي الأهلي أحرز أو حقق 89 نقطة طبعا رقم الكاسف أحرز 74 هدف ويستقبل 8 أهداف نادي الزمالك الوصيف حقق 50 هدف ويدخل مرمى 27 هدف وحقق 68 نقطة طيب الموسم اللي وراء موسم 2020-2021 نادي الزمالك طوق باللقب بعد ما وصل 0-80 وأحرز 61 نقطة ودخل مرمى 21 هدف فقط يعني حسن دفاعه بفارق 6 أهداف النادي الأهلي حصل له دروب في مسألة الدفاع أحرز 72 هدف دخل مرمى 29 هدف ووصل لنقطة 76 يعني دفاع النادي الأهلي قريبا شبه نهار في الدوري ودخل مرمى 29 هدف يعني بزيادة 21 هدف طيب نروح للموسم اللي بعديه 20-21 22-22 نادي الزمالك حقق البطولة لما حققها 77 نقطة حقق 62 هدف طيبا نفس عدد الأهداف اللي حققها في موسم 20-20 ويستقبل 29 هدف في حين النادي الأهلي طلع ثالث في المسابقة دي وإحرز 62 هدف ودخل مرمى 21 هدف وحقق 70 نقطة مع مرسل كدر بقى تعمل بص عملية النادي الأهلي حقق 83 نقطة أحرز 63 هدف ربما تبقى عدد الأهداف اللي أحرزها أقل من الأهداف اللي أحرزت فيه سنتين بتوعبيتسو موسميني لكن يتعلم بص على الدفاع 13 هدف وبدتل هنا جدا مرسل كدر عادة مرسل الأهلي حب على مسؤولية جهاز الأحمال في تقليل الإصابات ووضع اللاعبين في وضع مثالي لخوض موسم ما يزيد عن 70 مباراة زي ما كنت نقول أحمد سيب نتكلم خلال الأسبوعين لفاتو فدي إحنا عايزين نحطها قاعدة لنا عشان حتى بعد كده نحكم على الفريق من خلالها الدفاع قوة الفريق الدفاعية هي أول أول عنصر لازم أي محل الأداء أو لازم أي موظومة تحليل الأداء نبص عليها لتقييم أي مدير فني قادم أو حتى حالي في النادي الأهل الدفاع هو السبيل الأساسي لك لتحقيق البطولة المحلية بس ما باجمش لكن دفاع الأفضل الله ينور عليك هنتكلم على عدد الأهداف المسجدة في مرمان هنأزاي النهار ننزل بالرقم طالما نتكلم في التفاصيل أنا مش عايز تفاصيل دلوقتي على طول أنه لسه عندنا وقتنا أنه ناخد كل التفاصيل يا أحمد ولكن 28 بطولة 23 ألعاب وخمسة ألعاب أخرى يعني وخمس بطولات لكرة القدم مرة تانية هذا الموسم أنا شانر واحد كل الجمهور chuckle وكل الأدارة وكل العاملين في مجال الرياضة في مصر بيعتبروا هذا الموسم هو موسم تاريخي للنادي الأهلي طبعا موسم تاريخي بكل تأكيد في جميع الألعاب نجاح على مستوى جميع الألعاب في النادي الأهلي على مستوى القدم على مستوى اليد على مستوى الطائرة على مستوى السل أنتا النهاردة مشارك في السنة واحدة في كاسة الفريل وحيد في العالم اللي مشارك في كاسة عاملة الاندية قدم ويد وسلة فدي حاجة تحسب للنادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي طبعا تحديدا في كورة القدم انت بتاخد خمس بطولات انا بشوف ان اللي فرق معنا قوي السنة دي لو رجعنا كده من بداية السنة فترة الراحة اللي قرارت إدارة النادي الاهلي او لجنة الكورة في النادي الاهلي ان هي تعطيها للعيبة في نهاية الموسم الماضي اعتقد ان دي فرقت كتير جدا الراحة دي واحدة لو رجعت بالسيزون كده السنة اللي فاتت في بداية السنة دي كانت اهم قرار اخدته ادارة النادي الاهلي في فترة الراحة وكانت نقطة الحسم ويعطاها راحة للعيبة ان انت تعمل لهم ريفرشمنت للعيبة بشكل كويس الحاجة التانية برضو اختيار كولر اختيار مرسل كولر كل التحية للنادي الاهلي على اختيار كولر النهاردة الناس وقت اختيار كولر كانوا بيقولوا ده راجل بقالوا سنتين ما بيمرانش بقالوا مش عارف ايه كان فيه كلامه اقاويل وحاجات كده على مرسل كولر اختياره النهاردة نجاحه هو صحيح النادي الاهلي بينجح اي حد دي حقيقة بس انت لازم يكون عندك القدرات الشخصية بتاعتك تكون كويسة ولازم تكون عندك الامكانيات عشان تنجح ده النجاح مع منظوم دي يعني مثلا جيه قبله ريكاردو سوارش ما نجحش ليه ما عندهش الامكانيات او ما كانش موفق مع النادي الاهلي اعرضنا ارقام كولر حتى انا عايز بس اتكلم بشكل عام الاول بعد كده انا هنخش التفاصيل التفاصيل في الالعاب الصلاة خليك تقول التفاصيل اللي انت عايزها بتقلقش الالعاب الصلاة كمان النجاح على مستوى المدارس الاسبانية الموجودة نهاردة في كل الالعاب نهاردة في السلة انت بتحقق تلت تاريخ كرة السلة في النادي الاهلي مع الوستي بوش تلت التاريخ 15 بطولة في اخر سنتين او 15 فعهد مجلس ادارة الحالي يعتبر تلت تاريخ ما يقارب من تلت تاريخ النادي الاهلي في السلة اليد انت برضو خط دوري وخط كاس فانت محقق برضو بطلتين كويسين رجعت تاني امجاد اليد الطايرة برضو اعتقد ان المنافسة واللي حصل في كرة اليد في الطايرة في السيدات اعتقد ان ده يعني النجاح كبير للنادي الاهلي 23 بطولة في كل الالعاب اعتقد ان ده مهم جدا ان احنا نقول الناس التفرة اللي حصلت ايه اللي حصل مش عايز تفاصيل دلوقتي احنا بنتكلم بشكل عام بعد كده هنخدش ملخص الكلام يا كابتن انه كان فيه تخطيط بشكل مدروس وشكل سليم الاهلي بيبني للنجاحات اللي بيحققها في العاب الصلاة دلوقتي مش من نتيجة السنة ده نتاج عمل متواصل اتبنى سنة بعد سنة عطفا على الكلام اللي كان بيقوله كريم انه كده كده يعني دايما بيتقالف انه منظومة الدفاع هي بتكون الاهمة في كل العاية مش في الكرة بس يعني احنا كريم كان بيتكلم وبذكر الموضوع دلوقتي لكرة القدم لانه ده الظاهرة اللي ممكن تكون واضحة لكل الناس كعوام او الناس كلها كل الجماهير تبقى قادر انها تشوفها لكن في بسكتبولي ده اصلا تعريف كرة السلة انه كرة السلة اصلها هو الدفاع انت دفعت شكل مميز تقدر ان انت وده من ضمن اهم العناصر اللي كان اشتغل عليها مستر جوستي بوش السنين اللي فاتت وشوفنا ده في مثلا حتى في الهندبول وفي البولي في البولي انت لو استقبلت الكرة الاولى صح خلاص بقى عندنا اخسرنا بقولة بسبب ان انت مش قادر تستقبل بالشكل الافضل نفس الكلام بالنسبة للهندبول لو انت عندك منظومة دفاعية قوية وصعب على المنافس ان هو يسجل فيك هدف هتكون الامور بالنسبة لك اسحل بكتير انك تقدر تحقق الفوز فالاهل يشغل بشكل مميز جدا شكل علمي وشكل مدروس وبيتخطط للامور بافضل شكل شايف انه فيه دعم كبير جدا من مجلس الادارة للالعاب التانية ما بقتش بالنسبة للجمهور او بالنسبة للناس هو رقم مكمل للبطولات اللي النادي بيحققها لا ده بقت حاجة مهمة جدا بالنسبة للشكل العام بتاع النادي رشد برضو مهم جدا وده سؤال عايزة اسأله لك هل كرة القدم لها تأثير معنوي ايجابي في حالة الفوز بالبطولات على بقية الالعاب يعني انه نكسب البطولة الافريقية واكسب الدوري واكسب السوبر واكسب مش عارف ايه واكسب ايه واكسب ايه هل ده يؤثر بشكل معنوي على 23 بطولة على الرغم من ان معظم البطولات دي اه او 60-70% كان قبل بطولات الكفاري الكرة ولكن هل ده بيؤثر اكيد يا كابتن زي ما حضرتك بتقول هو البداية كانت من دعم مجلس ادارة النادي الاهلي لكل الالعاب يعني النادي الاهلي من بداية الموسم او الموسم اللي فات اللي قدر يحقق فيه 23 بطولة تم تدعيم الفرق كلها تغيير عدد من القيادات الفنية في الفرق طبعا لعيبة الالعاب الاخرى اكيد عندهم صحاب كتير جدا في كرة القدم بيكونوا دايما ساعات موجودين معهم في المطشوات بيكونوا دايما موجودين معهم في الاستاد بيعودوا مع بعض بيتكلموا مع بعض يمكن سر نجاح النادي الاهلي في الفترة الاخيرة هو الروح اللي موجودة داخل النادي الاهلي النادي الاهلي لما بيحقق 23 بطولة فهو زعلان على التسعة اللي خسرهم يعني احنا في الالعاب الجماعية 31 بطولة النادي الاهلي حقق 23 وخسر 9 فالنادي الاهلي زعلان على التسعة مش فرحان بال23 فهو ده النجاح داخل النادي الاهلي النادي الاهلي البطولة بتخلص بيفكر في البطولة اللي بعدها فأنا شايف من وجهة نظري إن مجلس الإدارة اشتغل كويس جدا من بداية الموسم قدم لكل الألعاب الجماعية والألعاب الجماعية والألعاب الفردية قدم كل حاجة للنشاط الرياضي من دعم كامل وإحنا شفناه على أرض الواقع يعني شفنا البطولات اللي موجودة في النادي الاهلي هذا الموسم يعني وأكيدا نتكلم في التفاصيل فالنادي الاهلي قدر ينجح إنه هو يحقق كل البطولات وفعلا كابتن النادي الاهلي هو ملك الصلاة الحقيق ملك الصلاة الحقيق وبما إن النادي الاهلي هو ملك الصلاة الحقيق خلينا نطلع نشوف تقرير عن موسم أسطوري 28 بطولة في كل الألعاب سواء كرة قدم أو ألعاب أخرى الحقيقة موسم موسم للتاريخ في النادي الأهلي في موسم أسطوري 28 كأساً جلبتها الفرق الرياضية للنادي الأهلي إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء بعد التتويج بالبطولات المحلية والإفريقية التي شاركت فيها جميع الفرق الرياضية على مستوى كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية للرجال والسيدات ففي كرة القدم حقق المارد الأحمر خماسية تاريخية كما نجحت فرق القلعة الحمراء الرياضية باكتساح هذا الموسم بامتياز وحصلت ألقاب 23 بطولة لهي من المارد الأحمر على عرش البطولات لهذا الموسم ليثبت مجدداً بالفعل لا بالقول إن النادي الأهلي الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات والذي نجح في أن يعتلي عرش ألقاب الألعاب الجماعية في مصر وإفريقيا وواصل هيمنته على لقب الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات في العالم برصيد 148 لقباً إضافة لثلاث ميداليات برونزية لكأس العالم للأندية موسم استثنائي مكافأة لجمهور الكبير الوفي الذي يقف وراء جميع الفرق الرياضية وللإدارة الحكيمة بقيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلسها وجميع من ينتمي لكيان الأهلي على التفاني والتركيز في العمل الجهاز كريم اللي احنا نلعب في كاس العالم أعتقد أن ده احنا شيئة احنا تعودنا عليه طبعاً وده الطبيعي بتاعنا وبنتكلم في نقاط الضعف وكل الكلام اللطيف الحلو وده للفرق الأخرى ولكن في نفس الوقت ان انت تلعب في كاس العالم أعتقد أن ده شيء مختلف تماماً وفرحة مختلفة تماماً بعيدة عن النتائج أكيد طبعاً وأكيد طبعاً النهاردة احنا كلنا جمهور الأهلي ربما يشوف أن مانشستر سيتي هيجلنا مهزوز بعد اخسارته أخسارته النهاردة أخيراً غزر اخسارته النهاردة وقدم أرسنل في سناول درام في صراحة اللقب السلع من جوارديولا تقريباً بالزبط في خمس ديائي خمس ثواني خمس ديائي وتقريباً حتى ووضح هو كانش عالف إن كان فيه درامات ترجيحه على الطول وكان عامل حسابه حتى كان فيه وقت إضافه هوباً لا الحكة بقول لك إحنا زينا لعبوا درامات ترجيح يلا عشان تتغلبوا عشان تتغلبوا عشان تروحوا للأهلي مهزوزين أكيد طبعاً أكيد طبعاً كانت إسلام شيء مميز جداً أنت على مدار كم سنة بيتلاها فرق مختلفة جي حلوتها كمان مثلاً شوف أنا عمصاد شخصي أحب إن أحب اللعب جارديول بس ما أحبش ألعبه في السي بي فاي يعني أنا نفسه لعبه باهم لعبه ودي لكن أمانا المرة القولة طبعاً هنا مونديال في المنباكة العربية الصعودية أكيد برضو في زخم جماهيري كبير هناك وبدون شك نحن نهاردة كلنا من يعني شغلاتنا في الصحافة بتخلينا متطلعين على الصحافة أمريكا اللاتينية والصحافة أمريكا الشمالية والصحافة أوروب النهاردة اسمي ندل أهلي بقى اسمي معتاد جداً 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 تليه في الأخبار وبيتحط مع كبار أنديت العالم ندل أهلي النهاردة حتى في كل المنتضيات على تويتر على فيسبوك حتى على على الثريتز البابلي الجديد لأ يعني اسم الأهلي النهاردة بقى اسم مختلف للدرجة للدرجة اللي خلت الحارس الحارس نغالي روح أهلي جد ميندي على اليوتيوب بيتفرج على بطولات الناتب أهلي لمصر متخيل فهي فكرة في إيها كابتس الفكرة النهاردة انت إزاي النهاردة في الناتب الأهلي خلال السنوات الأخيرة مجلس الدولة نجح في تسويق وكمان طبعاً نتائج الفريق الأول وقوته وأداءه الجيل في مباراة حتى رغم الهزيمة من ريال مدريد أربعة واحد هزيمة ربما كون كبيرة لكن اللي شاف المتش وشاف سيناريو المتش يقول لنا نشوفنا النهاردة لما نسابت جيل في الامكان أفضل يما كان صحيح أنشلوتي بيتكلم ما بين الشوتين عن نادي الأهلي إزاي ماتش كان صعب جداً جداً عن ريال مدريد بنجومه وليعفول تيم في حد غاية فإحنا إن شاء الله نتمنى بإذن الله بطولة كاس العامل في نهاية السنة تدينا زخم أكتر وأكيد هي مش الهدف في وجهة نظري الهدف الأكبر والأسمى هيكون مونديال أمريكا عشرين خمسة وعشرين إن شاء الله بنظامه الجديد وهو ده في وجهة نظري الهدف طويل الأجل اللي إحنا المفوض نشتغل عليه من التالي أنا مش هسأل أحمد تسابت على ذكر أنا هسيبه يقوله كاس العامل للأندية في ناس بتصور مثلا مع أرنالدو يعملوا عليها حفلة ما بقى لك أنت بتلعب ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للأندية يعني في مسابقة رسمية وبتلعب ريال مدريد فالنادي الأهلي بيحطك في أماكن تانية وفي حتة تانية مختلفة أرسالي كلها برضا سألت تشريف لمصر أه طبعا بس أنت لما تلعب في كاس العالم للأندية النادي الأهلي السنة اللي فاتت كانت المشاركة التامنة مع مارس الكولر كانت المشاركة التامنة ليه في كاس عامل الأندية كانت على فكرة بالمناسبة لو استعرضنا الإحصائية أنا معي إحصائيات لمارس الكولر تحديدا لأن أنا بشوفه أن مارس الكولر يعتبر رجل الموسم من وجهة نظري في النادي الأهلي تحديدا في كرة القدم لأنه عمل حاجات كتير أول حاجة تعال نشوف أرقامه هو طبعا حقق خمس بطولات قدامنا على الشاشة دوري واثنين سوبر وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا وحتى كاس مصر الجديد وصل لنص النهاية بتاع كاس مصر يعني حقق الأهداف كلها خسر بس كاس عامل الأندية لها بستين مباراة كسب أربعة واربعين اتعادل حداشر وخسر خمسة ده في جميع البطولات الأرقام دي في جميع البطولات نسبة الفوز لمارس الكولر تلاتة وسبعين في المية تلاتة وسبعين وثلاتة من عشر ده رقم كويس جدا يعني تقريبا تلاتة أربع المطشاط السنة دي النادي الأهلي كسبها أحرز لعابه النادي الأهلي مية وإحداشر هدف وده رقم كبير جدا فرقة بتجيب في الميت جون في الموسم ده رقم كبير أو حافظ على استقبلت خلينا الأول استقبلت شباكه أهداف خمسة وثلاتين هدف حافظ على نظافة شباكه في تمانية وثلاتين مباراة من ستين يعني أنت بتتكلم في أكتر من النص مطشاط النادي الأهلي خرج بشباك نظيفة فدليل على الكوة الهجومية والصلابة الدفاعية فاز بثلاثية يعني بتلات أهداف أربع تشر مرة باربع أهداف أربع مرات فاز بسنائية برضو أربع تشر مرة فأنت تخيل كسبت اتنين أربع تشر مرة كسبت تلاتة أربع تشر مرة كسبت أربع أربع مرات طبعا تفوق على نادي الزمالك مرتين في المباراة الكبيرة يعني مرتين أو تلات مرات تفوق على بيرامدز وكل المباراة ما خسرش من الزمالك ولا خسر من بيرامدز فالراجل محاق العلامة الكاملة بصراحة واحد من المكاسب الكبيرة جدا الموسم ده مارس الكولر لو بصت برضو على أرقام مارس الكولر في الدوري تعالى نقيم الدوري زي ما كريم كان بيتكلم على نقطة الدفاع تعالى شوف هو أكثر الفرق تسجيل الأهداف في الدوري النادي الأهلي مع مارس الكولر تلاتة وستين هدف أقل الفرق استيبالا للأهداف النادي الأهلي تلاتتاشر هدف أكثر الفرق تحقيق للشباك النظيفة في الدوري تلاتة وعشر مباراة مارس الكولر تلاتة وعشر مباراة أكثر الفرق تحقيقا للفوز خمسة وعشر مباراة أقل الفرق هزيمة خسارة من بيرامدز بعد حسم الدوري اللي هي كانت تلاتة سفر فتعتبر دي برضو واحدة من يعني الأرقام الممتازة للمارس الكولر في الدوري مع النادي الأهلي برضو تعال ننقل لدورة أبطال أفريقيا دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي مع مارس الكولر انتكلمت على الدوري تعال دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي حقق أعلى نسبة تسجيل أهداف السنة دي منذ بداية دور المجموعات مع مارس الكولر النادي الأهلي مسجل كام هتلاقي فيه الأهلي في دورة أبطال أفريقيا عشرين تلاتة وعشرين حقك أعلى معدل تسجيل أهداف 23 هدف وده رقم كبير جدا أن النادي الأهلي مسجل برضو في كاسة العالم للأندية 7 أهداف ده أعلى معدل تسجيل أهداف للنادي الأهلي يعني أنت أعلى معدل تسجيل السنة دي في كاسة عامل الأندية أعلى معدل تسجيل في دورة أبطال أفريقيا وفي الدوري برضو محقق أرقام تهدفية كبيرة يعني دي مثلا في كاسة عامل الأندية النادي الأهلي مسجل 7 أهداف وده ما حصلتش فيه السبع مشاركات اللي كانوا قبل المشاركة التامنة للنادي الاهلي فده برضو يحسب ده دليل ان الراجل اختياره من الاول يحسب لجنة الكورة او لجنة التخطيط بالنادي الاهلي ومجلس الادارة اختيار ورهانهم على مارس الكولر ان شخصيته لايئة مع النادي الاهلي وان هو مدرب عليها هجومية انا كنت فاكره في الاول ان هو هجومي بس برضو اللي حصل والتحول في شهر مارس والهزيمة من ساندونز ادته درس كبير ان هو ازاي يلعب بواقعية اكتر وازاي يقوي دفاعاته وشفنا الكلام ده بقى في المباراة الافريقية تمام محمد برضو عايز اسألك عن النادي الاهلي او ملوك الصلاة زي محمد رشاد قال ليه نقدر نقول ان هذا الموسم النادي الاهلي هو ملك العاب الصلاة لكذا السبب كابت انه تقريبا كل الالعاب لو هنتكلم حتى تفصيلا عن لعبة لعبة يعني الهند بقول الاهلي مشارك في خمس بطولات محقق منهم ثلاثة على صعيد الرجال على صعيد السيدات محقق بطولتين من بطولتين دوري وكاس وبالاضافة انه الاهلي قدر انه ياخد بورنزي بطولة افريقيا بعد غياب 30 سنة في ظل تغير لعناصر اغلب عناصر فريق بتبني فريق جديد قادر انك مع تغير دورة فنية لكن كل ده كان بيتخطط له بشكل كويس فده لو افنا ملف الهند والنروح للباسكت وهو بالنسبة لي فرقة الاكثر تمييزا او الاكثر نجاحا على مستوى السيدات الاعلامة الكاملة خمس بطولات من خمس بطولات بالنسبة للرجال محققين اربع بطولات من ست بطولات وهنا هنجي نتكلم على نقطة مهمة كابتن والفوز بدوري ابطال افريقيا او البال وده ادى الاهلي رقم قياسي ما اقدرش حد يحققه حتى الان انه النادي الاهلي النادي الوحيد على مستوى العالم هيشارك في كل بطولات كاس العالم في الالعاب الجماعية المختلفة يعني لو طبعا كده انا اليد واعتدت اشتركنا الا الصنان On will be newborn لكن هنم هناك في الالعاب الجماعية كرة يد سلة طا Real ار prov sı k the л او الاربع العاب يعني لو مثلا التكلمنا على اي الجماعي انادي تاني مثلا ٢ احنبول ايه ن 나중에 بارشلونة عنده هندبول , اهدى الى كاس علم عنده كرة قدم تقاهل لكاس عالم أندية في كورة اليد من الأندية الكبيرة في أوروبا في البسكت لكن ما عندهوش فولي مثلا لو روحنا هنا على المستوى المحلي إذا مالك قدر أنه يتقاهل في كاس عالم كورة اليد كورة السلة كورة الطيرة لكن ما قدرش أنه يتقاهل في كورة القدم فالنادي الآلي هو النادي الوحيد على مستوى العالم دلوقتي اللي عنده أندية وشاركت في كاس العالم الأندية موسم استثنائي موسم استثنائي مش عشان انت كمان ست رقم 23 بطولة بس لا انت كمان حققت بطولات غالية ليها تمن وليها حطتك في حتة تانية وبقت خلت اسم الاهلي فعلا زي ما كريم كان بيقول ان اسم الاهلي بقى براند بحاجة تقدر انها تتسوق عالميا مش ان انت كمان بتقول انه الاهلي النادي الاكثر تتويجا على مستوى العالم في الارقاب او البطولات او النادي القرن الحقيقي او المسميات كتير لكن اسم الاهلي الوحده اصلا بقى براند دلوقتي بطولات كثيرة جدا في السلة زي ما احنا شايفين في الطائرة في الهندبول في التفرة اللي كان بيتكلم عليها نقناجي في البداية قالك انه مجلس الادارة ابتدى من فترة صحيح كيف استطاع مجلس ادارة النادي الاهلي انه هو يكون جيل مع جيل مع جيل مع جيل حتى يصل انه تقريبا ياخد كل حاجة في هذا الموسي اكيدة كابتن يعني مع طبعا في ظل وجود كابتن خالد العودي في النشاط الرياضي في النشاط الرياضي كان فيه تخطيط واضح وتخطيط ناجح من بداية الموسيقى كابتن بس اعايز اقول لحضرتك على حاجة مهمة كابتن يبني انا اتكلمت عن 23 بطولة اللي حققهم النادي الاهلي يعني النادي الاهلي اعتبر النادي الوحيد الاكثر تتويجا ببطولات هذا الموسيقى الحاجة المهمة جدا في النادي الاهلي اللي شفناها في الموسيقى اللي فات وهنشوفها في الموسيقى اللي جاي وهو الاعتماد على ولاده العنصر الشباب بما دي الحاجات اللي الناس عايزة تسمحها بقى اه النادي الاهلي اعتمد في الموسيقى الماضي على عنصر الشباب اعتمد على ولاده النادي الاهلي عنده قطاع نشئين ونشئات مميز جدا في قدر النادي الاهلي ان هو يدعم الفرق يعني يمكن النادي الاهلي لما بيدعم صفقات من برة بيدعم المراكز اللي هو محتاجة لكن بيعتمد بشكل كبير جدا على ولاده حتى في القطاعات او الشغل الاداري في النادي الاهلي كان موجود ولاده يعني مودي الجرحي كان موجود في قطاع النشئين والنشئات الموسم اللي فات قدر أنه يحقق العديد من البطولات أو اكتسح يعتبر كل البطولات في كرة السلة الموسم اللي جاء إن شاء الله بإذن الله قبل يعني مش عايزين نتكلم في الموسم اللي جاء قبل ما نتكلم عن الموسم اللي فات في عناصر برضو مميزة ولاد النادي الأهل وخاصة أنا كابتن في كرة اليد يعني كرة اليد يمكن كان فيه ناس كتير جدا زعلانة من كرة اليد رجال وإن هم بيقولوا إن الفرقة ممكن ما تكسبش لأ النادي الأهلي قدر يحقق الدوري وإدر يحقق الكاس وإدر يحقق السوبر وكنا قريبين من بطولة الكاس الكؤوس ودي الحاجة المهمة إن النادي الأهلي اعتمد على الشباب الصغيرة النشئين اللي كانت عنده اللي هو هيبني بيها جيل في الفترة اللي جاية فإدر النادي الأهلي يحقق 23 بطولة في الألعاب الجماعية خسر 8 من 31 إدر إن هو يحقق في الألعاب الفردية لو كلمنا عن الألعاب الفردية كابتن فالنادي الأهلي محقق العديد من البطولات مكتسح فدايما النادي الأهلي كان موجود على كل منصات التتويج وهو ده قدر النادي الأهلي يا كابتن أنه ما بيلعبش على المركز الأول ودايما ما بيلعبش على غير البطولات وجماهيره ما بتقبلش غير بالبطولات وهو ده سر النجاح في النادي الأهلي تغيير طبعا قيادات الفنية أو المدرسة الأسبانية اللي كانت الدكتور أحمد سابت تكلم عنها قدرت أن هي تنجح مع النادي الأهلي يعني أجوزت بصراحة هو أنا سميه الساحر يعني جي مع النادي الأهلي أول موسم ليه قدر يحق خمس بطولات الموسم الثاني قدر يحق أربع بطولات ديفي ديفيز أول موسم ليه مع النادي الأهلي يقدر يحق الدوري والكاس فده شغل واضح جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي قدر أنه هو مجلس إدارة النادي الأهلي يوفر لكل الألعاب الجمعية والفردية من بداية الموسم علشان نشوف البطولات اللي احنا بنشوفها في النادي الأهلي دلوقتي بما أننا بنتكلم عن هذه الإنجازات وهذه البطولات خلينا نطلع نشوف رأي حضراتكم في هذه الإنجازات والبطولات اللي مرت على سنة تاريخية في النادي الأهلي بالنادي دوت وتستحقوا الشكر دايما نقول لكم دايما من نجاح لنجاح ومن فوز لفوز ما شاء الله ما شاء الله على اللاعبين سواء كرة قدم سواء كرة بسكت سواء كرة يد السباحة يعني ما شاء الله عليهم على اللي حققوه في الموسم ده الله أكبر عليهم احنا نحب طبعا نشكرهم ودايما هم في تفوق وده مش جديد عليهم دايما مشرفيننا احنا عايزين نشكرهم وموسم هايل بسراحة هو يريد على طول وما ايه انه ما يريحوش يعني انه هو يكملوا على الطريقة دي لانه هو النادي الأهلي نادي بطولات يعني في فريق كرة القدم تقريبا خد كل حاجة ما حفيش بطولة ما خدهاش لأيما كان المستوى السنة دي رائع جدا رائع برضوه الموسم دوت توج بكل البطولات او بمعظم البطولات وده العهد اللي احنا منتظرينه من ابطال الصلاة واتمنى مزيد من النجاحات ان شاء الله نوجه شكرا للجميع على عيبة النادي الأهلي ده سواء في فريق كرة القدم او في الرياضات المختلفة اللي بصراحة شرفونا السيزن ده بزاد سبيش هلي بتوع الكرة فريق الكرة الخمس بطولات اللي حققناهم الحمد لله مزيد بقى من التفوق احنا عايزين كده عطول ده النادي الأهلي وده اللي محتاجينه وتوقعاتنا دايما يعني بشكرهم طبعا كلهم على انجازاتهم اللي عملوها وهم فعلا موفقين جدا ومزيد ان شاء الله من التفوق ومن الانجازات ومن البطولات في منتهى السعادة بألعاب الصلاة والجال ألعاب الصلاة وكابتن محمود الخطيب والمدربين اللي جابهم لألعاب الصلاة من أحسن المدربين اللي في العالم برضو وده بالنتائج مش كلام والله لو رسالة حنوجيها للمجلس هي دايما حتبقى رسالة شكر مجلس مكتهد قيادة محترمة فكر راقي انجازات كتيرة جدا جدا على المستوى أو على القطاع المحلي والعربي والإفريقي بل بالعكس احنا داخلين في العالمية في حاجات كتير قوي والله احنا نشكر كابتن محمود الخطيب بمجلس الإدارة وكل الأجهزة الفنية في العلعاب كلها سعى كرة القدم على لعاب الصلاة كؤرة طايرة سلة يد كمجهود كبير واللعاب كلها تعبت في كل الألعاب خصوصا كرة الكريمة على الصلاة صلاة تغفر كبيرة جدا بعد فترة ركوت ونجاح وده برضو يحصل بالحياة للكابتن خادر العواضي نعمل تعودات باللعابة واللعابات مهمين جدا كرة طبعا حد سولى حرج بحب أقول لهم شكرا عشان المجهود اللي هم عملوه والبطولات الكتير اللي هم جابوها لنا ده عهدنا دايما بالنادي الأهلي نادي كبير ما شاء الله إدارة قوية إدارة منظمة فعاليات عالية جدا دايما بيهتم بأعضاءه وبجماهيره وإن شاء الله مزيد من النجاح بإذن الله للنادي والانتصارات طيب سؤالنا اللي حضراتكم بتجاوبوا عليه على كل صفحات التواصل الاجتماعي أي بطولة صعبة فكريم كان بيقول لي كان بيبص على السؤال قال لي الناس كلام جاوبة سؤال إجابة واحدة بطولة أفريق بس آه طبعا أكيد بطولة أفريق الإسلام كانت مختلفة وكان لها مضاق مختلف لأن طبعا أكيد الهزيمة أمام نفس الفريق آه المكسب تاني آه يعني نخصب بأنه الوداد لما كسب الفاينل مننا السنة اللي فاتت أكيد السنة دي كانت الناس كلها منتظر هذه المباراة منتظر هذه المواجهة صحيح والأمان نحن نستطيع فعل السنة يعني الوداد طبعا فريق كبير نادي كبير جدا طبعا وصالنا هم لعبة كويسة وهم في الكورة هم غاربة بصراحة هم لكورة كويسين منتظين جدا وضعهم ببارك لهم على إنجاز منتخب السيدات في كاس العام السيدات بس إحنا السنة اللي كنا نحسن من الوداد بصراحة يعني سواء ذهابا أو ذهابا وأعتقد هدف عبد المنعم جه بشكل دراماتيكي صحيح واسلوب خلنا ألفابك عشان بس نستعرض الحاجات على أو الإجابات لكل الجماهير أو زي ما كريم قال مختار آيد دي من على صفحة الفيسبوك بطولة أفريقيا حازم بيقول دوري أبطال أفريقيا هيم الفئي بيقول دوري أبطال أفريقيا قول محمد أو علي محمد بيقول بطولة أفريقيا يوسف علاء طبعا أفريقيا كانت صعبة لكن الأهلي قد أي صعوبات شكرك جدا خالد سامح اللي بيقول دوري أبطال أفريقيا بيتر باسعدة بيقول دوري أبطال أفريقيا حمو الحرزاوي بيقول أفريقيا محمد عزة كعبيش بيقول أفريقيا خلينا نروح لإنستجرام ونشوف برضو إجابات حضلاتكم مواضحة أنها بتقول أفريقيا طبعا بس مفيش صعب على أعظم نادي في الكون ايمن زهير بيقول دوري أبطال أفريقيا رانيا بتقول أفريقيا طبعا سبورتينج كهربا أفريقيا يوسري بيقول أفريقيا أكيد يوسف محمد أفريقيا أكيد كمل إنستجرام شيماء مصطفى بطولة دوري أبطال أفريقيا محمود دوري أبطال أفريقيا لولا لولا دوري أبطال أفريقيا حمدي بيقول دوري الأبطال أكيد أفريقيا روح لتويتر وسامة سعيد الحادية عشر يعني طبعا أفريقيا محمد مرضي دوري الأبطال أفريقيا حسين دوري أبطال أفريقيا كريم موسى بيقول بطولة أفريقيا منتصر محفوظ دوري أبطال أفريقيا آخر حاجة عندنا برضو في تويتر أحمد الجهري دوري أبطال أفريقيا كانت رد اعتبار ده الكلام اللي كان بيقوله كريم حالا وما كانش ينفع نخسر بطولة للسنة التانية في نفس الفريق وعلى نفس الملعب كما العرفة ما فيش بطولة تستعصى على الأهل يا إسلام الأهلي وجد ليتوج بكل البطولات إبراهيم أبو الوافع أفريقيا طبعا كابتن إسلام أي فريق يستقبل خمس أهداف خلاص خرج من البطولة هنا أصدع على طبعا سانداونز بس الأهلي معودنا أن الكرة ما فيهاش مستحيل أهلاوي أنا والفخر لي كلنا أهلاوية والفخر دي بطولات الخمس بطولات لما تيجي تتكلم عنهم يا كريم هتلاقي أن تطور اللاعبين هو اللي وصلنا لكده هو اللي وصلنا لك كان هناك بعض الشك في في الناحية الهجومية مثلا ولكن احنا تكلمنا عن الأرقام لما كان أحمد سابت بيتكلم من الأرقام عالية جدا في النواحي الهجومية ولكن التطور الواضح في وجود مدير فني يعرف كيف يطور اللاعبين هو السبب الرئيسي وجهة نظري في اللي احنا وصلنا تعال أثبت كلام حضرتك بالأرقام برضو من بطولة الدوري بالنسبة لي واحدة من النقطة كان فيها تحول شديد في الساعتين اللي فاتوا لسادي لو معنا أرقام الأرقام الجماعية للفريقة كل في بطولة الدوري الممتاز لو ممكن نستعرضها ويه نشرحها ببساطة ونبين قد إيه مارسيل كولر فعلا خد فرقة النادي الأهلي من حتة لحتة كل من الأرقام كلها على مستوى الفريقة كل من أحد مصادر الإحصائية الكويسة جدا في النقطة دي نعم لهم الرسم البياني لا فيه معنا فيه فيه كده أرقام كاملة احنا نقول بالضبط نادي الأهلي كابت إسلام ديه أرقام في بطولة الدوري الممتاز نادي الأهلي محقق 74% فوز من مبارياته بشكل عام اه بشكل عام 24% للتعادلات ويت 3% هو الهزيمة الوحيدة اللي خاتها قدام برامات الأهداف المتوقع للنادي الأهلي في مبارياته الإجمالية اتنين 1.9 يعني الهدفين ده رقم كبير جدا طيب الأهداف المتوقع في مرمى النادي الأهلي ربما تقترب من الواحد وده طبعا رقم كويس طيب في الاسكور فيه قصدي 0.3 ده الأهداف اللي احنا ممكن نستقبلها الهداف برضو متوقع من نتكلم على 1.8 برضو يقترب من هدفين أفرج أهداف النادي الأهلي في المباراة الواحدة هدفين فاصل هدفين فاصل اتنين ده رقم رقم كبير جدا في بطولة محلية مفروض لكم فيها تنافس كبير طيب كلين شيد 68% من مباراة النادي الأهلي يعني أقصى من 50% لدينا كلين شيد طيب نسبة الاستحواز في مباراة النادي الأهلي كل الأربعة وقتين مباراة اللي لعبها في الدوري 57% النادي الأهلي بيسدد في المباراة الواحدة ما يقرب من 14 تزديدا طيب نسبة الفاولات اللي بتتحسب على النادي الأهلي 11 واللي بتتحسب ضده 10 بنتكلم على تطور كبير جدا كل الأرقام تقييمة الإيجابية للنادي الأهلي معانا برضو صورتين لتوقيتات أهداف النادي الأهلي اللي بيسجلها و اللي بيستقبلها ونشوف إزاي مثلا أنا هو مثلا كل 15 ديئة طيب نبص كده على أول شوت هنلاقي النادي الأهلي في أول ربع ساعة أحرص 13% من أهدافهم من ديئة 16 لديئة 30 أحرص 19% من أهدافهم من ديئة 31 لديئة 45 أحرص 17% من أهدافهم يعني أنا أعتقد 17% و 19% لحوالي 36% و كمان 13% لحوالي 49% يعني 50% من أهداف النادي الأهلي بيتم إحرازها بس نعم؟ في التوقيتات الحسامة آه وفي شوت الأول كمان تعال بقى نكمل كمان هناجي ونتبص على شوت تاني تلاقي إن حتى من ديئة الأهلي برضو اللياقة البدنية نكملها معا يعني من 46% و 60% ومن واحدة 75% بسجل 16% تعال بقى من 69% 90% بلاس 90% فالأهلي 19% لأ 19% ده يبين لك قد إيه وقف على رجل لك وقدر إنك كتير محظم كمان إن السنة دي الحالة البدنية بتاعتك مخلياك تلعب كل كورتر بنفس تقريباً بنفس المستوى طب تعال نبص على الأهداف اللي إحنا استقبلناها برضو بنفس التوقيتات كل ربع ساعة نبص الناجي الأهلي في أول ربع ساعة استقبل 8% أقصى مدة عندنا فوجة نظر أخر ربع ساعة في كل شوت ليه؟ بيتبقى أنت على يقوين نتيجة مريحة لك ما عندكش أزمة ليه بتجون واثنين في بعيع لكن تعال بص التركيز أول الشروط التاني صفر الناجي الأهلي بينزل الشروط التاني بيدي استواربعين إلى ستين في الدول دي كان في الدولي فقط صعب جداً لك تحصي فيه هداف ليه كمة التركيز من اللعيبة من واحد ستين لخمس سرابعين ثمانية في المية قوي من ستين سرابعين إلى تسعين بتبقى ممكن ببعض الأهداف كما قلتوا أنت متقدمت في دي 3 أو 4 إذا كان أحمد ستين بيقول فبتل المرموك بيستقبل هدف أو اتنين فكل الأرقام كابتن إسلام بتثبت لحضرات قلتوا فيه السؤال فيه طفرة للنادي الأهلي مع مرسل كولر وأكيد لو ستين تتكلم بقى عن اللعيبة كأفراد برضو الأرقام الإجابية هتنعكس عليها بما أننا بنتكلم عن هذه الخمسية التاريخية خلينا نطلع نشوف تقرير عن الأهلي بينهي الموسم لخمسية التاريخية طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية ها تصدق حصل مسكلك دي لكن الأمور ماشي بشكل كويس قبل ما حنتكلم عن ألعاب الصلاة يا أحمد عندك بعض الأرقام الخاصة بفريق كرة القدر خلينا الأول بس طبعا نقدم التحية برضو للكابتن محمود الخطيب على الموسم اللي قدمه موسم بصراحة أخذ بعض الكرارات اللي لازم برضو نشير لها أول حاجة فترة تبدأ فترة الرحة دي للعيبة والرحة العيبة وأن أنت تعمل رفريشمنت كويس الحاجة التانية في خطوة مهمة جدا ما نفعش ننساها وهي نقل المباريات لإستاذ القاهرة الخطوة دي في شهر مارس كانت مهمة جدا وأثرت يعني قدت إلى تحول في موسم النادي الأهلي بالعودة الجماهير وبرضو كان بناء على رغبة مارس الكولر يحسب برضو المارس الكولر عودة جماهيري الأهلي السنة دي بالأعداد اللي هي الخمسين والستين ألف دي ما كناش بنشوفها دي ما كناش بنشوفها مشوفناش غير السنة دي في استاذ القاهرة ماتش الهلال السوداني ماتش الرجاء ماتش الودادي المغربي طبعا يعني ده جماهيري الأهلي كانت كلمة السر فيه عودة الانتصارات وعودة الرقم مرة تاني لجنة الجماهير برضو خلي بالك ويه؟ لجنة الجماهير استدارة النادي الأهلي الحالي إنه هو قدر إنه هو يعني يحارب على الموضوع ده وإن أنت تزود أعداد الجماهير فدي حاجة تحسب لهم بالنسبة للموسم اللعيبة اللي مقدمة موسم كويس جدا فيه خمس لعيبة طبعا كل اللعيبة تستحق التحقي على الموسم ده ولكن بالأرقام أفضل خمس لعيبة سهموا في أهداف هذا الموسم رقم واحد لو نستعرض الإحصائية اللي هي أكثر اللعبين مساهمة في أهداف مع النادي الأهلي في جميع البطولات هذا الموسم أول لعب علي معلول علي معلول هو أكتر لعب ساهم في أهداف السنادي بالمناسبة هو لعب 48 مباراة وده رقم كبير جدا أعلى أرقام علي معلول فده دليل على التحسن البدن اللي كان كريم بتكلم عليه سجل 11 هدف وصنع 16 يعني ساهم في 27 هدف علي معلول السنادي في جميع البطولات مساهم في 27 رقم واحد رقم اتنين حسين الشحات لعب 40 مشاركة سجل 10 وصنع 13 يعني مساهم في كام مساهم في 23 جول يبقى ده رقم اتنين حسين الشحات رقم تلاتة كهرباء رغم ان كهرباء بدأ من يناير بدأ من نص يناير كمان مشاركة مع النادي الأهلي لعب 32 مشاركة وهو أهل واحد فيهم لو نلاحظ في عدد المشاركات يعني معلول لعب 48 الشحات 40 بيرسي تاو 42 شريف 49 فكهرباء في 32 مشاركة بس سجل 15 وصنع 5 ساهم في 20 جول مع النادي الأهلي نيجي بعد كده البرسي تاو بيرسي تاو لعب 42 مشاركة سجل 9 أهداف صنع 7 ساهم في 16 هدف رقم 5 محمد شريف لعب 49 مشاركة طبعا أغلبهم كبديل أكان بينزل بديل أكتر سجل 11 جول ما صنعش ولا جول يعني ساهم في 14 هدف فلو جيت استعرضت التشكيلة المثالية للنادي الأهلي السنة دي هتلاقي أن لازم تحط الخمسة دول في التشكيلة المثالية للنادي الأهلي صحيح رقم 1 طبعا هيبقى لو استعرضنا للتشكيل المثالي رقم 1 طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي دي التشكيلة اللي هي تعتبر كانت قدمت موسم كويس جدا اللي احنا كنا بنعتمد عليها في مباراة الرجاء في مباراة الوداد في كل المباراة في حراسة المرمى محمد الشناوي الاثنين المساكين ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأنا بعتبر أن ياسر إبراهيم واحد من اكتشافات الموسم ده من مارس الكولر لأن كان محمود متولي اللي بيبدأ ياسر إبراهيم لما بدأ واخد أثبت نفسه بصراحة ويستحق أنه يتواجد في التشكيلة المثالية محمد هاني يعتبر أفضل باكي مين في مصر حاليا علي معلول لسه متكلمين أنه هو أكتر لعب مساهم في أهداف 27 هدف والسنة السبعة مع النادي الأهلي التلاتة الارتكاز مروان عطية وأنا بعتبره أفضل صفقة عملها السنة النادي الأهلي في المركات وسواء في الصيف أو في الشتاء هو مروان عطية الاثنين اللي قدامه أليو ديانج وحمدي فتحي الاثنين قدموا موسم كويس وكانت تلاتة الارتكاز دولة ما كانوا بيبنوا موجودين بصراحة كان كنا بنبقى متطمينين في أي مباراة التلاتة اللي قدام هم برضو موجودين في قائمة الأكثر مساهمة في أهداف سواء كهرباء سواء برستاء وسواء حسين الشحات فدي التشكيلة اللي احنا كنا معتمدين عليها على مدار الموسم فهي بصراحة يستحقوا التحية كلهم طيب دي كانت التشكيلة من وجهة نظر أحمد سابت نطلع نشوف انفو جراف عن ثلاثة وعشرين بطولة في ألعاب السلطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة وعشرين بطولة محمد نبدأ بالهندبول الهندبول نجاح كبير جدا الموسم ده حديدا أكثر نجاح نوجة نظري لأنه كنا في حتة الحقيقة بعيدة خالق خالق بعد أربع سنين إخفاق يا كبتن دوري الأهلي مش واخد على كده كان صعب جدا فيه لعيبة كتير جدا يعني من اللعيبة اللي كانت موجودة في الفريق مسلم حسن إبراهيم المصري لعيبة تقيلة ولعيبة كبيرة ولعيبة لها تؤلف المنتخب فمش واخد على أنها تخسر على تفاصيل صغيرة سعيد نخلي بالحضرات احنا آه خسرنا الدورة المعصنين متتالية بس كان لغاية آخر صفارة انت ممكن تاخد الجيم وتاخد المباراة لكن مثلا على عكس السنة الماتشين اللي احنا كذبانين فيه والزمالك انت كذبان بقى رياحية تماما كذبان فرق أربعة وفرق خمسة المباراة هذا تطور اللي حاصر آه فانت طبعا يجي برضو فيه فجوة سنية ان الاهلي صبر على أولاد سؤالي في السن على جيل آه دي جي حاجة دي جي حاجة اللي كان لعيبة الكويسة اللي عنده ده حقيقي اشتغلت بس كان فيه قرار جريء جدا انت بدأت الموسم بدانيال جوردو مدير فني أسباني بعد المشاركة في دورة أبطالي أفريقيا اتخذ قرار خلاص الرجل ده فترته انتهت فكفاية يعني احنا هنبدأ ان شاركت في كاس العالم الاندية او بطولة العالم الاندية سوبر جلوب بكابتر احمد سالم وكابتر محمد ابراهيم وحاقة المركز الرابع في انجاز تاريخي انك تكون اول نادي افريقي وعربي يفوز على نادي اوروبي هو نادي بينفيكا فكان يعني تطور مهم جدا وكان دي بداية انه انك توصل رسالة لكل الناس لعيبتك اولا ولجمهورك واللعيب المنافسين انه لا الاهلي يستنوه الشاي السنة دي هتكون الدنيا مختلفة الامور هتكون كان اكبر تحدي انك تقدر تكسب اول بطولة مجرد ما هتكسب بطولة انا كنت متأكد ان الاهلي خلاص هتديم لي السيطرة الامور هتتبقى لها شكل ومنحة تاني خالص قدرت انك تفوز بالدوري قابلت الزمالك بعدها باسبوع قبل نهائي كاس مصر قدرت انك تفوز على الزمالك وتخلص الكاس قدام سبورتينج فرق عشرة يعني مش كاسبان حتى بجونة لا بجونين فرق تمخلص في سبورتينج فرق قوي جدا وفرق مميز يعني خلي بالك كمان الفروق السنين الجاية في الهانبول هتكون مش اهلي في زمالك بس يعني السنين اللي فاتت كان طبعا اسكندريا مميزة في كورت اليد سبورتينج دلوقتي يعني بتفرج على منتخب مصر للناشئين الولاد الصغيرين اللي هم واليد 2004-19 سنة فيهم اكتر من لعب مميز جدا في نادي سبورتينج ولعيبة كتير اعتقد بعد سنتين تلاتة هتكون الخناء على ما بين الاهلي والزمالك عليهم فلازم متابعة برضو للعيبة دي لان فيهم لعيبة كتير مميزين لكن انت دلوقتي ستيل يعني بنتكلم في دلوقتي انه حتى الراجل ديفيد ديفيز مش عايزة فقط جديد اتعرض عليه اسماء كتير جدا جوه جوه السوق الراجل اكتفق بالتدعيمين الاتنين العيبة اللي تم التدعيم بيهم وقال انا خلاص انا هقدر ان انا هسافر بالعيبتي وقدر انه خلاص احنا قردي الفرقة دلوقتي موجودة في سلوفينيا عندها معسكر خارجي استعدادة بعد كده بوسط بعدها بقى نشارك في بطولة كاسة للأبطال كنا نتكلم فيها انا ودكتور احمد ان فيها انديها كتير مميزة على مستوى العالم هتكون موجودة لانهم بالنسبة لهم تحضير برضو للموسم اه بطولة ديرك انديها قوية جدا يعني على مستوى السيداب انفوز او استعادت بقى الدوري والكاس مرة تانية كان عندنا دروب حصل في السنين اللي فاتت ان كان فيه تغيير بقى العناصر كبيرة الناس بتبطل الناس عندها ظروف اثرية الناس بتجاوزته وعندها ظروف فمش تقدر انها تكمل لكن تم التدعيم بشكل كبير جدا بمجموعة كبيرة من عناصر مهمة موجودة بالضافة انت سعادت العيبة كتير من عندك من قطاع النشآت ثبتوا مستوىهم وقدروا انهم يكونوا ند قوي جدا كمان في بطولة كاس الكوس الأفريقية احنا في البطولة ما خسرناش غير من فرقتين انجولا بس وامانة يعني كبتن عشان فرق كبير لا 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 فرقتين انجولا دول ممكن يخلصوا الجهة مع الفرق الرجال بتاعتنا يعني الامور تكون يعني متساوية لا 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 امور صعبة جدا يعني على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى الزهني لا في حتة تانية خالص لكن احنا الامور حتى كانت قريبة بيننا وبينهم عموما بما اننا بنتكلم طبعا احنا عملنا مع النجب الكبير ومدير النشاط رياضي كابتن خالد العوضي هو معنا على التليفون طبعا دلوقتي كابتن خالد ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي كابتن يا كابتن اخبارك كله تمام اخبارك انت كله كويس والله الحمد لله كله زي الفل يعني وعشرين بطولة في ألعاب الصلاة الحقيقة وبقية الألعاب وبالتالي يا كابتن خالد كل التحية وكل التقدير احنا عملنا مع حضرتك حلقة طبعا يعني كانت الحقيقة من احلى الحلقات ومن اجمل الحلقات اللي اتعملت في البيت الكبير ولكن في النهاية يعني خلاص كل حاجة خلصانة وكل الناس بتاخد اجازات بالعكس انت بتبدأ بقى الموسم او بالفعل كابتن خالد بالمناسبة جماعة ما خدش اجازة يعني ما زي بقيت الناس كابتن خالد قاعد كل ما كلمه طب معلش اسلام نصف ساعة وكلمنا يكون بخلص بيخلص حاجة وما بيقول ليش وبيخلص ايه لسي ما ديش مشكلة طالما في الاخر هتقول الدنيا هتبقى ماشية ازاي مع في الوقت يعني طبعا اللي بيتحددوه فاحنا بنبقى سعداء جدا فانعرف ان الشغل كتير قوي يا كابتن خالد ولكن البطولات بتاعت السنة اللي فاتت مسئولية كبيرة جدا ليه ما هو قاد اه دون ساعة السلام طبعا بشكرك على الحلقة اللي حصلت وشكرك على كل حاجة ودعموكم كبير وخارات الاهلي وكل جمهور الاهلي بشكركوا جدا جدا وبشكر مجلزة على دعمه الفرق الارضية مثل الاهلي لكن سنة بوسر السنة دي صعب جدا جدا هتكون اصعب بوسر تقريبا عن دي الاهلي بعد اكتمل انجازات الكبيرة لحفر السنة اللي خاتف اه الناس منتظر اكتر والناس مش طلبها خسارة واحنا نتخل كلام كل مدرين نتخلين عندنا وكل رؤساء الاجهزة وكل الناس وكل الاجهزة المعانية بمطلاط 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 الالعاب الجامعية كلهم لا يكله لا يمله كلهم بيطلبوا الزيادة وكلهم حايزين يبسطوا جمهور النادي الاهلي ويطلبوا بمطلاط اكتر واكتر هتمنى ان هم نكونوا على قدر المسؤولية السنة دي السنة دي المسؤولية صعبة حادش يرضى ان احنا نخسر مطل حادش يخدر ان احنا نخسر مطولة وصارت اي مطولة حقا انها السلفة اللي بحدينا بشكلة كبيرة احنا مقدرين ده وعارفين ده كويس واعتقد ان كل الناس تغالة على قدر رجل واحد من الناس تقدر يعني انا عايزك بس طب من جمهور النادي الاهلي على يعني كل الالعاب طبعا ولكن الطائرة تحديدا بس يا كبيرة انا بس عايز اقول لك قد قعد في المكتب معايا كبيرة استخدامك انا عارف بعض الامور بس انا مش عارف اتكلم يعني ما بيخلينيش اتكلم انا باتكلم بطراحة شديدة تفضل تنبرنا على كل حاجاتنا علينا مجل الغدارة بيدي تتذكر في كل حاجة ولك الناس قاعدة انا وكبير بغي فخر الدين دلوقتي برضو على موضوع الطائرة ناخد وندي مع بعض ونشوف احسن وسيلة للبنات اللي نقدر نتسلع فيها منتجها كويسة بإذن الله بإذن الله ازا كاد الطائرة اللي كان خاصة بالمزير الفاني الفاني هيوصل بإذن الله باول في كمان يومين بالضبط وبإذن الله هنبدأ شغله على اخر الشهر لان انت عارف الطائرة عندنا كسات عالم وعندنا في طوات كتيرة جدا للطائرة الطائرة فهنبدأ الطائرة طواشرة لكن اللي أنا بطمينه إنشنا أي مزير فاني عندنا في نيجي أو التواجب في رجل كابتن مزير فاني في نبي أهلي طلب طلب أو بيطلب طلب بإذن من اللي بقوله هندسين مالجل يتأثر عن أي حاجة وبإذن الله اللي جايب بإذن الله يكون أحسن وفي كل العاية بإذن الله عندنا كابتن ريب أخر دين بإذن جير طبعا مش مستحتاجين نتكلم رجل أساني اللي جمناه نفس الكلام عنده إنجازاته فانسوء الله بإذن الله قبل ياخده وهيضيره يتسطه جمهير الناس الأهلي وحط الناس المكان المطلوطة لي وتاني هقول وقرر نادي الأهلي السنة ما اخترش نادي الأهلي يسلصر مصوبة كاس السايدات البولي والنحية التاني اخترنا دوري وكاس نازل علينا لكن بقول لبردو نفرق نأسلها دي كويسة سنة لسايفت لكن انساء الله يكون على قدر سموح الجماعية وعلى قدر سموح اللي احنا عايزينه نحن نكتب الدوري والكاس وإذر الله نفضعه المصر وكل عاصم من المصر بالكباس وهو أكثر السايرة في الناس كابتن خلد يعني أنا مش هطول معاك ولكن هل محتاج أن أنت تقول حاجة لجمهوري نادي الأهلي من خلال البيت الكبير الصفقات لأنه خلي بالك احنا في النشاط الرياضي دلوقتي الناس بتسألني زي وزي الكورة طبعا انت واصل لك الموضوع ولكن أنا بالنسبة لي ما بعرفش أقول حاجة لكن أكيد أنت بيوصلك أن جمهوري نادي الأهلي بيسأل في النشاط الرياضي وفي ألعاب النشاط الرياضي سلوا وطيروا كل الألعاب بيسألوا زي وزي الكورة بالزبط دلوقتي أنا طبعا أقوله أعتمن جمهوري نادي الأهلي جمهوري نادي الأهلي كمتخور أن يحصل بعض تقليل النفقات أو تقليل الأمور تقفيد تقفيد حاجة معنا في الأعبات المختلفين أو كده كلام ده ليس يوجد لها وفي المنصفها أي مدير فني يطلب من نادي الأهلي أي طلب هيتنفذ له تلتوى الحال بعكيد بنطلب منه اللي احنا نجيبه الناس اللي هو المختلفين على قدر النادي الأهلي وهو ده طلب النادي الأهلي الحل плюс لكن إحنا ولا هنوفر ولا هنعمل لحب النادي الأهلي في جمهور النادي الأهلي بكل الصlights أنا الناس محترمة جدا مهمين على قدر المسؤولية يحسبوا حساباتهم مضبوط وإن شاء الله بإذن الله هيتنفذ داخل نفسي وانتعارف Ló sympathy وقدر جمهور النادي الأهلي عندنا في solche كذلك يقول له ادعو لنا وعشان ربنا يكرمنا وبإذن الله المحترفين هيصلوا قريب جدا وهاتي دي نعي من الاسبوع الجاية عن محترفين في كل الهرعاب انا عارف الناس نفتح الملف دا كتب صلت قبل كده تريعا جدا والناس كلها شايفة دي هم متأخرين اتمنوا احنا مش متأخرين خالص احنا انجزنا بجزارة انجز حاجات ولسه في حاجات انجزها لكن ان شاء الله بإذن الله على ايوم مثلا خمستاشر عشرين هاتي دي نعي رسميا عن مين المحترفين المتأخرين في النادي الاهلي في النادي الاهلي في النادي الاهلي انا بشكرك جدا يا كابتر خالد وعارف ان انت عامل مجهود كبير جدا حضرتك ممثل لكل المجموعة اللي موجودة سواء اجهزة فنية في كل الالعاب وكل عاجة فانا بشكرك جدا جدا يا كابتر خالد على كل هذه الامور طيب قبل بس ما نروح لأحمد رشاد ونسأله عن السلة خلينا نطلع نشوف لقاءات مع لاعبي النادي الاهلي رجال اليد نطلع نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل بالنسبة له الموسم داي بقى افضل لان هو بدأ من بداية السيزن الفات وقيف نصه فهدية تبقى احسن له ان هيديننا قوة اكتر بقى فيه تفاهم اكتر فالمنسبة له ان ان شاء الله السيزن داي بقى افضل الاهلي وزمالك في القطاع الناشئين بيحاولوا يستقطب وقاء افضل لعبين لكن في الاول وفي الاخر برضو السوق محدود والاختيارات دايئة جدا دايما بيحب يقول انه هيبزل اقصى حاجة او الترجيب بتاعنا ان احنا نعمل المكسموم او اقصى حاجة عندنا ما قدرش اقول انه اكسب كل حاجة او اكسب ايه واخسر ايه لكن اللي يقدر اللي في ايده انه يقدر يقول انه هيعمل اقصى حاجة عندنا او عش حاجة في التوقعات او التوقعات العالية يعني انت عندك مثلا جوة مصر عندك تلاب بطولات الكاس والدوري والطولت السوبر قالك لو انت حاضت في توقعاتك انا لازم اكسب الثلاثة لو حاسة وكسبت اتنين احصلك احباط وده في التحليل بتاع اداء الفرق او كده ده مش حاجة صح يعني فالطبيعي اقاعد في دماغك ان انت تكسب كل حاجة لكن اللي في دماغك اكتر ان انت تبزل مجهود في كل حاجة احنا عارفين احنا الاهلي ولازم نحارب على كل بطولة وده اللي احنا بنعمله وجود ملعب ببرا الملعب احنا بدئين بقالنا ده الاسبوع الثالث ان شاء الله نصبحوا بعد الظهر ونعتبر في اخر مرحلة من نصف البري سيزون او الفترة الاعداد ان شاء الله هنسافر يوم السابط مع اسكر الاعداد في سولوغينيا هنلعب في ماتش واحد بعد كراحين من بوسنة عندنا بطولة قوي جدا في عبر شلونة وكيلسي ومنبليا ويورو فارم فرق من الفرق المصنفة على ماني يعني فان شاء الله يبقى فترة الاعداد قوية لنا و الناس توصل للفورما بتاعتها احنا ربنا كرمنا وكسبنا السلفات موهمين او طلب بطلات موهمين احنا عارفين ان احنا محطوين تحت ضغط ان احنا لازم نكسب كل حاجة لكن زي ما كنا بتكلم مع او ديفيد كان بيتكلم وحنا بنتكلم دايما ان الهدف مش ان انت تكسب الهدف ان انت تقاتل على كل حاجة والمكسب هيجي بعدين لكن الاول القتال سواء في التمرين او برا التمرين في عادتك اليومية وان شاء الله المكسب بييجي بعد كده زي ان شاء الله ما حصل السل فاتتين الفريق ماشي بخطة سابتة يعني ماشيين بنظام السنة دي جديد شوية علينا كلنا بدأنا هندبول من اول اسبوع ومن اول يوم احنا في الاسبوع التالت تقريبا دلاتي ويعني المدير ديفيد مدير فني مقسمها اسابيع تلات اسابيع في القاهرة بعد كده اسبوعين في معاقرة خارج مصر هنلعب ماتشة او ماتشين في السلوفينيا وتمالين كتير بعد كده هنروح لبوسنة هنلعب فيها بطولة قوي جدا فيها برشلونة وفيها يورو فارم وفيها مومبيليه وماتشات جندة جدا وهنخلص وعد كده هنرجع هيبقى ناس لنا تقريبا عشر تيام في القاهرة ونبدأ اول ماتش في السيزون ان شاء الله واحد تساق فيه عناصر كدير جديدة بلاس ناس كانت مش موجودة السيزون اللي فات كانت اصابات زي مثلا فوكس زي لاشين وفيه اثنين متسعادين لهم الفين واثنين وفيه اثنين او ثلاثة جوداد راضي ونبيل ومجدي فالفريق يعني تقريبا اقل من نصه بشوية الناس قابوا مرة اتمر معنا بس زي ما قلتلك السيستم بتاع الراجل ومن اول يوم بدأنا هندبول فيعني اكينهم بتمرر معنا بقالهم فترة فما فيش مشكلة وان شاء الله يبقى اضافة لنا كويسة جدا السنادي ونكمل على موسم اللي فات والحق بطلط اكتر موسم اللي فات ان شاء الله الحمد لله الموسم اللي فات كان موسم الحمد لله ميلي بالانجازات كان فيه شوية دروبات كده في الاول بس الحمد لله ربنا كرمنا قدرنا اللي احنا ناخد الدور والكاس وكان الاشتراك في البطولة افريقيا كانت هنا في النادي وحقالنا مدالة برونزية وده طبعا انجاز للبنات وان هما يشد حلهم وربنا وفنا في اللي جاي ان شاء الله ونعمل اكتر حاجة بالنسبة للموسم اللي جاي ان شاء الله احنا طبعا نستعد البطولة افريقيا في الكونغو وممكن ديمكن استعدادتها قبل بطولة الدوري متطلب مننا اللي احنا نشغل شغل عالي جدا وشغل بجون طبعا مع كابت محمد عادي مدير الفاني الفريق وربنا يكرمنا ان شاء الله يعني تبقى فتحة خير البطولة افريقيا وانها من زي ما عملنا البطولة اللي فاتت ونكمل الموسم اللي جاي ان شاء الله الدور والكاس كده وربنا يكرمنا في اللي جاي وكله بازن الله بدأنا فترة بتاعتنا من اول شهر سبعة وديرنا اللي احنا طبعا في اعداد بدن حد دلوقتي بنركز اعداد البدن بالنسبة البنات عشان طبعا كان فيه فترة اللي هي بعد البطولة افريقيا بازبيه طبعا بعد الحاجات اللاعيبة لانه بقى لهم فترة كانوا قاعدين طبعا بعد الدوري فدل هو ممكن منركزين فيه خلال الاربع أسعابين اللي جايين دول ده الاسبوع التالية بتاعنا والاسبوع اللي جاي ان شاء الله بردك نفسك كان في الشوق اللي بدني فمدخين البدني مع الهندبول بالحس يبقى فيه توازن بين الاتنين مع بعض اللي بقى بدني وهندبول البنات بتنساشل الهندبول وفي نفس الوقت يبقى البدني بتاعتهم كويس وانا طبعا بقول لكابتن عادي كابتن حسام طبعا مخطط الأحمال وطبعا الجهاز الطبي ادمينا على وجه كويس جدا يعني الموسم اللي فات كان صعبة جدا احنا تعبنا جدا وتمرنا كتير قوي بس الحمد لله ربنا كرمنا بطولة الكاس والدوري وبطولة أفريقيا برضو كنا بنعمل معسكرات كتير دخلية كنا بنتمرن كتير جدا والحمد لله ربنا كرمنا مركز تالت كان نفسنا ناخد البطولة وكان نفسنا نلعب فينال بس ربنا يعني ما أرادش كده بس الحمد لله خدنا تالت ان شاء الله الموسم ده عندنا أفريقيا ان شاء الله 26 تسعة احنا حلمنا ان ان شاء الله نلعب فينال فيها بإذن الله وبرضو نفضل برضو أبطال الدوري وأبطال الكاس ان شاء الله يعني محل نستعداداتنا السنة دي أقوى بكتير من الموسم اللي فات اللي احنا السنة دي بدئين بأفريقيا شهر تسعة الدوري لسه في شهر عشرة فاحنا يعني نتمرن جامد جدا عشان خطر حنا نبدأ بأفريقيا فبطالها قوية جدا يعني هو هذا دلوقتي هدفنا يعني أفريقيا اللي في شهر تسعة وبعد كده بإذن الله بقى نفكر بقى في الدوري والكاس وعن صعوبة السيزن اللي فات ان احنا كنا خارجين من خسارة فكان عندنا طبعا تحدي ان احنا لازم نرجع نقض بطولات كلها فالحمد لله خدنا السنائية المحلية وكان عندنا بقى بعديها برضو شوية طموحنا عالي انه لقى أفريقيا يعني عايزين نعمل حاجة ما تعملش قبل كده والحمد لله برضو ان احنا خدنا تالت أفريقيا على أردنا وزيكة أول مرة في التاريخ فدي حاجة كلنا بنفتخر بيها ومبسطين بيها فأيه تعريبا كانت أحسن ختام يعني السنة اللي بيته الحمد لله احنا بدئين بداية قوية جدا تمارين فعلا كلها يعني تمارين بدئين هينبول بدري وبدئين فتنس بشكل قوي قوي يعني حتى يعني مش زي كل سيزن اللي هو احنا بنبتزي براحتنا الدنيا بتريح مش عارفة ايه لأ احنا واخدين كل يعني التامارين هينبول قوي فتنس قوي الحمد لله اعداد يعني ان شاء الله يعني قومنا على يعني يوقفنا على رجلينا فالعام ان شاء الله في أفريقيا أداء كويس رشاد برضو عايزين نسأل عن الطايرة الناس بتعتقد اللي احنا ما كسبناش حاجة في الطايرة برضو لا طبعا النادي الاهلي في كرة الطايرة خليني بس اقول لحبتك رجال وسيدات رجال وسيدات احنا في السيدات النادي الاهلي حقق بطولة السوبر المصري وبطولة الدوري بطولة كانت صعبة والنادي الاهلي قدر ان هو حقق في الطايرة رجال حقق السوبر المصري والبطولة العربية فبالنسبة للنادي الاهلي كان موسم برضو موسم كويس جدا في كرة الطايرة قدر ان هو حقق فيه اربع بطولات لكن خليني اقولك على حاجة مهمة فكابتن الإسلام يمكن فيه اهتمام خاص من إدارة النشاط الرياضي ومجلس إدارة النادي الأهلي هذا الموسم بالكرة الطائرة لأن الناس كانت الآن على الموسم طبعا هي الناس بتقول إن إحنا محقناش بطولات لا إحنا حقق إنا أربع بطولات في كرة الطائرة الموسم الجديد تم تدعيمه طبعا بأسباني في كرة الطائرة رجال والكابتن إبراهيم فخر الدين زي ما كابتن خالد العوضي قال ففيه شغل واضح فيه اهتمام خاص بالكرة الطائرة وإن شاء الله هنشوف موسم استثنائي في كرة الطائرة الموسم اللي جاي في النادي الأهلي إن شاء الله ده بالنسبة لكرة الطائرة نحن طبعا عايزين برضو نتكلم على كرة السلة كرة السلة أنا بالنسبة لي يعتبر القطاع الأنجح بعد كرة اليد هذا الموسم يعني النادي الأهلي محقق خمس بطولات على مستوى السيدات ومحقق أربع بطولات على مستوى الرجال النادي الأهلي طبعا دائم وإنت بتتكلم طبعا يعني ده طبعا بطولة الطائرة ده طبعا مهمة جدا بطولة طبعا مهمة بطولة كانت صعبة كان عندنا إصابات كتيرة جدا الكابتن يعني قبل المطش ده والحمد لله قدروا لعبات النادي الأهلي أن هم ينهوا المباراة للفايصل وإن هم يحققوا البطولة بصراحة يعني موسم كبير جدا للفريق هم خصوا قال كاس لكن كانوا قريبين بصراحة وإن شاء الله نتمنى منهم موسم كبير في الفترة اللي جاية خلص النادي الأهلي موجود معنا كابتن إبراهيم فخر الدين مدرب كبير مدرب على مستوى إن شاء الله يقدر يحق طبعا فيه لسه يعتبر القوام الرئيسي لفريق الطائرة سيدات ما اكتملش لأن طبعا حضرتك عارف كابتن الإسلام أن النادي الأهلي دعم كبير للمنتخبات طبعا فيه طبعا لعيبة موجودة في المنتخب زي ما طبعا قلت لحضرتك كرة السلة نادي الأهلي على مستوى السيدات محق خمس بطولات وعلى مستوى الرجال محق أربع بطولات محق بطولة البال بنظامها جديد هذا في السلة ده في السلة وبرضو خلينا أقولك إن اللعيبة في كرة السلة عندنا في السيدات موجودين مع المنتخب أربعة وموجودين ستة مع الرجال في المنتخب فخلينا أقولك إن برضو زي ما أنا بتكلم إن النادي الأهلي دعم كبير للمنتخبات يمكن الفترة اللي جاية هنشوف يعني شغل واضح من النشاط الرياضي في كل الألعاب بإذن الله والنادي الأهلي يقدر يفضل على نفس المستوى زي الموسم اللي فات لأن خلي بالك كابتن جمهوري النادي الأهلي مش هيرضى غير بالبطولات طبعا لأننا احنا محققين موسم استثنائي فمش هيرضى غير بالموسم استثنائي الموسم اللي جاي إن شاء الله طيب كريم عايزين بقى ناخد الناس شوية للسنة الجاية السنة الجديدة احنا عندنا لسه أرقام أحمد هيتكلم عنها وكل حاجة ولكن السنة القادمة وكيف تنظر للسنة القادمة طبعا احنا أكيد هنا في البيت الكبير مع حضرتك فتحنا ملف الموسم الجديد ويعني ما يشبه أعطينا جرس الإنذار فيما يخص 150 يوم 150 يوم المتحين لإقامة الموسم الجديد وأكيد خلص الموضوع حسب كل المعلومات اللي جاي من الأخبار اللي جاي من تحد الكرة هم في أزمة مش عارفين الأجندة مش عارفين يعملوا طبعا أصلي حالة لو احنا لعبنا الدولي بالنظام الدورين يبقى احنا هنوصل لفوجة نظري نهاية سبتمبر صعب جدا أنه أنت تخلص الدولي قبل سبتمبر القادم بالأجندة الحالية لندي الأهلي نفسه ربما احنا قلناك السنة دي لعبنا ما يقرب من 70 مباراة السنة الجاي احنا مرشحين أنه حنلعب ما يزيد عن 70 مباراة مع طبعا دخول دلوقتي كمان تأكيدات خلاص الدور السوبر الأفريقي من يوم 22 أكتوبر اليوم 11 نظام بنظام الزهاب والقياب بداية من دور الثمانية هل يتمنى المنشات دي ولا دور الثمانية آه ست منشات يعني إذا إن شاء الله بإذنان يبقى هيلعب ست مباراة حتى تكون نظوم المباراة النهاية ربما تقوم من مباراة أحدى قالك لأ زهاب واقياب وخمان خلي بالكم الفرق الثمانية كلهم ممنوع يلعبوا أي بطولة محلية ممنوع يعني ب22 أكتوبر تبتقول لأنا؟ نعم دا؟ نعم دا هو خلاص هو بتقول ليش أنا الكلام دا حبيب بصر الكاميرا كده وقول اللي ببعض بلاي وشجع نادي الأهلي اللي حيطلع يقولك إيه هو الأهلي على رأسه ريشا هو أنتو هتأجله للنادي الأهلي هو أنتو مش عارف إيه للنادي الأهلي ما تطلعش قول لأنا للتحاد الأفريقي تغض أفريق مش إسلام يعني مش قناة الأهلي طب متأكد عشان بس إحنا قلنا بيسجل لنا الجزء دا سبيل عشان لما الناس تيجي تتكلم بعد أو شهر كامل الكلام دا 22 أكتوبر اللي 11 نوفمبر وحاجة تاني 22 أكتوبر دا ممعد مطش يعني النادي الأهلي أكيد مش هيتطلع من بيتهم يروح يلعب المطش أكيد قبل المبارد 3-4 مطش 3-4 تيام فنقول مثلا مثلا يعني نادي الأهلي خارج المصري يوم 17 أكتوبر لغاية 11 نوفمبر ممنوع يشارك في أي ممنوع أكمل يا كريم ممنوع بقرار من الاتحاد الأفريقي مش من إسلام مش من الأهلي مش من كبت خطيب يعني ناشدع وحد ممنوع طبعا نادي الأهلي يشارك في أي بطولة محلية وطبعا بعد شهر نوفمبر يبقى فيه مساحة فقط حوالي 3 أسابيع إنك تشارك نادي الأهلي في بعض المباراة لأنه بعد تهاية نوفمبر لا استنى بس المتخبية كسك زعالة للأندية في السعودية بس أعتقد أن لازم نوجد حلول بديل لازم نفكر خارج الصندوق زي تونس لما مثلا عملوا موضوع دور الواحد بقى عمل بطولة النخبة من ست فرق لازم يجب فيه حل بديل إنما إذا استقررت على دوري زهاب وقياب وارباة ودين مباراة بأكد لك تحمل تبعاته بقى هتكمل يا أستاذ ناجي لغاية فوجة نظري نهاية ستمبر نهاية ستمبر مش تقدر أنك تخلص الدوري كده كان بقى سنة هنرجع نلعب تاني الدوري اللي هو السنة الميلادية الكاملة فكرة بقى أن أنت تقنع الناس هنخلص في ماي ويونيو وكان اللي بتقال ده ده أقرح أرقام أخرى عندك يا أحمد عايزة الكلام الأول بس على البطولة اللي بتاعت الطائرة دي انت أعيد جاب دينها انت أحمد رشاد اللي كان لسه السميرة عرضها اللي بتاعت الطائرة دي كانت واحدة من أحلى وأمتع البطولات للنادي الأهل السنة دي كان البطولة مهمة جدا أكتر من مجرد بطولة لأنها كانت بتدل على معاني كتير مش مجرد أن النادي الأهل أخذ دوري طائرة سيداتنا هو عنده مليون منها لكن فكرة أنت بترد على بتدي رسالة أن النادي الأهلي النادي القيام والمبادئ والنادي اللي هو دايما رسالة لكل من باع النادي الأهلي النادي الأهلي ما تحسبهاش دايما فلوس تحسبها دايما بطولات وتاريخ والنادي لو كده ولا كده الفلوس هتجيل لأن النادي الأهلي أكيد بيدي أحسن فلوس فالبطولة اللي احنا كنا عرضينها دي دي كانت أهم بطولة في ألعاب الصلاة بشوفها بطولة الطائرة اللي هي السيدات لأن طبعا كلنا عارفين القصة أن في بعض اللعيبة أربع لعيبة من نادي الأهلي امتقلوا أو خمس لعيبة في بداية الموسم راحوا لنادي الزمالك وبالتالي يعني اعتبروا بقعه النادي الأهلي وبالتالي النادي الأهلي حصل على لقب الدوري فكانت بطولة مهمة جدا 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 وبشوفها بطولة مهمة يعني نيجي بقى للقدم بشوف أن فيه برضو فيه ماتشات كانت صعبة أو السنة دي علينا أشوف أصعب ماتش السنة دي طبعا غير نهائي رقم واحد النهائي في محمد الخامس الوداد المشكلة أن أنت لو كنت خسرت كان هيبقى خسارة للسنة التانية على التوالي برضو أنت الوداد هيبقى أخذ تلات بطولات منهم اتنين يعني التلاتة على خساب النادي الأهلي فكانت هتبقى صعبة أوه علينا وخاصة كمان أنت بمبارات الزهب كنت عامل ماتش حلو جدا وكانت اتنين سفر واستقبلت هدف في السفداء الأخيرة فكان الماتش يعني ده يعتبر كان أصعب ماتش خاصة كمان مع الجماهير والأجواء الموجودة هناك والخوف من التحكيم وأن هما كمان جابوا جون وأن احنا قدرنا أن نسجل جون برأسية محمد عبد المنعم اللي هي يعتبر أحلى هدف السنة دي أو أهم هدف السنة دي هدف رأسية محمد عبد المنعم فكانت بطولة دور الماتش النهائي ده كان يعتبر أصعب ماتش للنادي الأهلي تاني أصعب ماتش بشوفه ماتش الهلال السوداني اللي هو كان الفايصل أن أنت دايماً بتاخد دور أبطال أفراكي على مراحل فماتش الهلال السوداني ده كان في نهاية المرحلة أنت لو ما كسبتش مش هتصعد أصلاً أنت لو ما كسبتش وكان لازم تكسب مناسبة الهلال السوداني أحب حيّل كابتن أطهر الطاهر الحقيقة على مراحل طبعاً معانا ضربة الجزاء نعرضها معانا صورة ضربة الجزاء ماشي ماشي من نهاية الهلال ماشي السنة اللي فات ضربة الجزاء أطهر الطاهر دي تعتبر نقطة تحول برضو في الموسيقى نقطة تحول كبيرة جداً جداً يعني دي تعتبر نقطة تحول الرئيسية في موسيقى من نادي الأهلي كذلك برضو أنت النهاردة مع كولر بتكسب نادي الزمالك ثلاث مطشاط أهي ضربة الجزاء بتاعت قطط دي كانت تعتبر نقطة التحول في الموسيقى أنت عندك ثلاث مطشاط كسبت الزمالك ماشي عرف ليه ناس بتشكر أطهر الطاهر ومتشكرش حارس مرمى صنداؤر مازارش والله حارس سنداؤنز في الهدف لا في الهدف في الهدف في الهدف في الهدف في الهدف في الهدف مش مهم في الناوش بعد كده الدوري في يناير 3-0 بعد كده 4-1 في المطش الأخير بتكسب 2-3-4 دخلنا كمان في الناشئين في الناشئين انت كسبت كل حاج في الناشئين اه يعني في كل المواجهات تريبا خسرت مطشين بس من كل المواجهات الناشئين أصلا بس انت قلت داك المطشات صعبة ايه ما كانتش صعبة فنية لا لا مطش الزمالك مصعب انا بتكلم ان المطشات مهمة مطشات مهمة لكن الصعب كان مطش الوداد ومطش الهلل السوداني بس النادي الاهلي كان متفوق جامد وكان لينا ضرب الجزاء برضو ما تمش احتساب من الحكم محمود البنة فانت تعالى برضو انت بتكلم في أصعب المطشات دي مهمة جدا برضو تعالى نشوف في حتة التتويق في دورة أبطال أفريقيا يحسب برضو للكابتن محمود الخطيب ان هو طلح حسام غالي كابتن حسام غالي فده بيدل على معنا برضو الصورة دي كانت مهمة جدا ان الكابتن بيصنع كوادر ان انت ازاي بتصنع كوادر في رئيس بأسة مسافر رئيس البأسة هو اللي بيطلع وبيستلم الميداليات وبيرفع الكاس فده حاجة برضو حصلت في بداية السنة مع مهند مجدي اللي هو دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة وقدر ان هو برضو يطلع لانه كان رئيس البأسة فده حاجة بتدل دايما النادي الأهلي ونادي المبادئ والقيام دايما طيب ميار شريف برضو يعني ناجي لعبة النادي الأهلي قدرت انها تعمل انجاز كبير اللي حقيقة باحتلالها المركز الواحد وثلاثين على العالم في التصنيف العالمي شايف الانجاز ده ازاي انجاز كبير جدا كابتن هو هم رقم بالنسبة لأي لعب تنس مصري ان هي تحقق وقدرت انها تحقق وتوصل للمرتبة رقم واحد وثلاثين عالم قدرت انها تكسر الرقم القياسي اللي كان موجود باسم كابتن الشفعي اللي هو رئيس الاتحاد الحالي كان انجاز كبير جدا انها تقدر ميار حطت احلام وطموحات الناس بالنسبة للتنس خصوصا ان التنس لعبة صعبة يا كابتن مش تفاصيلها مستهلة الامور فيها محتاجة بدني قوي جدا محتاجة انك تكون منتل عقلية انك قادر انك تقدر تكسب مصنفين اعلى منك وتحتك برها ومعندكش مشكلة اللي لاز تحتك برها باسكر دك كلها برها ده حقيق وعلى فكرة لا بتشوفها اشتحيح هنا وميار كمان من ضمن الناس اللي عندها بتعرف تقيم هي موقفها فين دلوقتي يعني كان قريدي كان عندها مشاكل في المباريات الكبيرة كبيرة الوقت لما توصل بعد ثلاث ساعات لعب خلاص البدني عندها بيبدأ يكيرف ويبدأ ينزل فبدأت خدت خطوة وخطوة سريعة انها غيرت المدرب احمال بتاعها جابت مدرب احمال اسباني عمل طفرة كبيرة جدا معها وقدرت انها توصل ميار خلال السنة دي قدرت انها تكسب تلعب بطولات كبار على مستوى العالم وصلت انها توصل تلعب ونبلدون لأول مرة في التاريخ خلي بالحضر لحضرها كبيرة احنا ونتكلم على ميار صاحبة بكورة الاعمال او هي صاحبة السب في كل البنيين نتكلم على اي لعبة او اي بطولة لها علاقة بالتنس ميارش ريف صاحبة السب فيه اول لعبة مصرية تتقاهل لبطولة ما من ضمن بطولات الجراند سلام اول لعبة مصرية تفوز مباراة جوه بطولات الجراند سلام اول لعبة مصرية تتقاهل لاليمبياد اول لعبة مصرية تخش قائمة الميت افضل ميت لعبة على مستوى العالم دلوقتي بقت انها تكون اول لعبة او لعبة توصل للتصنيف رقم 31 على مستوى العالم ياوريدي بكرة عندها مباراة قوية جدا في افتزح بطولة هامبر عندها ماتش قوي جدا كنا لست نتكلم عليه يعني انها هتلاعب بطلة وينبلدون القرعة وصلتها انها هتلعب مع بطلة وينبلدون ولكن ميار عملت خلال السيزن ده مباراة قوية جدا يعني وصلت لتلات ساعات وتلات ساعات ونص وكانت فيها ند بند وكانت قادرة انها هتفوز فانا شايف ان ميار شريف واحدة من دمن الاسماء الرنانة اللي بعيدا عن ألعاب الصلاة أو الألعاب الكبيرة اللي وغدة شعبي احنا زي ما قلت الحضر احنا نتكلم على الألعاب التانية بعيدا عن كرة القدم أو بعيدا عن الألعاب الجامعية اللي احنا محتاجين نمازج كتير جدا عندنا لعيبة كتير جدا موجودين في الألعاب الألعاب بعيدا عن الألعاب الصلاة في النادي الأهلي كلهم لعيبة موجودة على مستقل العالم ليهم رينك على مستقل العالم عمر العربي في الجنباز مصطفى عصر في السكواش هانا جودة ودينة مشريف وعمر عصر في تنس الطاولة أسماء كبيرة جدا ما بقوش موجودين كاسم حتى أو حد بيصنع حدث على مصطلع علم بس لا ده بقى هم رقم في المعادلة بالنسبة للبطولات العالمية أهم التحديات المسلم اللي جاي كل البطولات الأهلية خشار المسلم الجاي كون تحدي قوي جدا وصعب لأنه زي أما كان رشاد بيقول لحضرارك الكابتن جمهور الأهل بيبص على البطولة اللي وقعت مش على البطولة اللي خدت مسم اللي جاي شايفه إزاي رشاد في كل الألعاب دي بقى في كل الألعاب كابتن أنا شايفه هيبقى مسم صعب جدا خاصة أن الأندية كلها دعمت صفوفها في دعم كبير في كل الأندية وفي لعيبة طبعا مميزة جدا زي ما النادي الأهل بيضم لعيبة على أعلى مستوى هيكون مسم صعب جدا وخاصة كمان صعوبة المسم اللي جاي للنادي الأهلي خاصة أنه هو محقق كل البطولة في مسم اللي فعلي فعشان كده هيبقى أصعب لكن احنا عندنا عناصر مميزة جدا إن شاء الله بالتدعمات اللي هتيجي للفرق كلها إن شاء الله يقدروا يصنعوا الفرق مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاي أخيرا كريم هسألك سؤال الحلقة أصعب بطولة بالنسبة لك أصعب دورة بطولة أحمد سابت قدم ولا يد ولا لا قدم بطولة أفريقيا طبعا برضو أصعب بطولة في الألعاب الجماعية البال البال دورة بطولة أفريقيا بس في البسكت بطولتين كابتن بطولة أفريقيا للبال وبطولة الدورة طيرا سيدان طيرا سيدان بالفعل كانت هذه بعض البطولات الصعبة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي هذا المسم هذا المسم التاريخي الذي يستحق الحقيقة أن احنا كنا نلقي عليه الدول لأنه على قد ما نقدر وبسرعة جدا الحقيقة ده الساعة ونص دول يعني على أسرع حاجة ممكنة يعني نقدر نوري لحضراتكم قد أن كان هناك عمل كبير وجد من مجلس إدارة بيحترم عقلية جمعيته العمومية وبيحترم عقلية جمهور وبالتالي استطاع أن ينظم بعض الأمور الخاصة في النشاط الرياضي استطاع أن ينظم بعض الأمور الخاصة في كرة القدم زي ما سمعته فمن سابت وكريم وفي النهاية استطعنا أن نصل إلى كم هذه البطولات كم هذه البطولات امتهى القادم دائما يكون أصعب لأنه زي ما كابتل خطيب قال في أعتقد في آخر مؤتمر صحفي كان تم الإعلان عن أحد الرعاة في آخر مؤتمر صحفي تعليم جمعيته كابتل خطيب قال إحنا مش عندنا إحنا قاد بسطنا وخدنا كل حاجة ولكن اللي جاي دايما أصعب اللي جاي إحنا خدنا كل حاجة فحنعمل إيه بقى في اللي جاي لازم ناخد كل حاجة وبالتالي سيظل هناك ترتيب دائم لما هو قادم وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز بطولات أكتر من اللي إحنا فوزنا بها في هذا الجسر أنا بشكرك جدا الكريم على وجودك معنا شكرا جزيلا يا أحمد 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 على وجودك معنا